الكتاب الجديد من هذه الموضوعات التي تناولها لم يسبق أن تطرقت إليها التقارير أو المنشورات السابقة المختصة بهذا الموضوع الكتاب ليس دليل على المؤشرات العلمية والتكنولوجية العربية ولكن أهميته هي بقدرته على التحليل وعلى استخلاص بعض النتائج ووضع تصورات بتأمن تشبيك ما بين عدة معطيات مختلفة كان يتموا على جتا بشكل منفصل لا يشكل الكتاب باللغة الإنجليزية ترجمة حرفية أبداً لنظيره باللغة العربية بل يؤكد على عديد من النقاط التي لا تتطرق إليها النصة العربية النقطة الأساسية التي يبرزها الكتابان وخاصة الكتاب بلغة الإنجليزية هي أن المعارف العلمية بحد ذاتها لا تمثل شرطاً لازماً وكافياً لتحقيق أهداف الدنيا يتضمن كماً كبيراً من المعلومات والإحصاءات والمعطيات وكلها موثوقة ومحدثة حتى أن عدداً من هذه المعلومات كان يتم تحييلها عشية دفع الكتاب إلى الطباعة ثم الكتاب يغطي كافة الدول العربية بدون استثناء الكتاب يشير إلى نقاط المضيئة في المبادرات التكنولوجية بالعالم العربي ويشير إلى نقاط الضعف كذلك يشير إلى خارطة الطريقة التي يجب اعتمادة لحل هذه المشكلة لابد لكي ننجح بتحقيق أهداف التنمية من خلال مظلومات العلوم والتكنولوجيا من توفر حكم رشيد من قيام الجهات التشريعية بمراقبة تنفيذ المبادرات العلمية والتكنولوجية من قيام الإعلام بتكوين واستدامة ثقافة علمية متينة وأخيراً لابد من تبني منظومات تضمن أخلاقيات سليمة في مضمار العلوم والتكنولوجيا وهذا للأسف نجد أنه غير متوفر في عدد من البلدان العربية العلميين العرب أكيد يعني بيوجهوا تحدي مصيري تحدي مصيري لأنه فيه إنتاج علمي بالعالم العربي والإنتاج العلمي جيد ولكن هذا الإنتاج ليس كافياً مشكلة الإنتاج العلمي العربي أنه ما عمل يترجم بطبيقات محسوسة ومفيدة دائماً السبب الذي يستمد منه هذا الكتاب أهميته فهو توقيته نحن في كل زمان وفي كل مكان بحاجة إلى العلم ولكننا اليوم في هذه الظروف بالذات أحوج من نكون إلى العلم وإلى التشجيع والتحفيز على العلم فقد تبين لنا أنه من الضروري ومن المفيد أن نصدره باللغة الإنجليزية أيضاً حتى يتسنى للمنظمات الدولية التي نتعاون معها في مشاريعنا وبرامجنا البحثية وأيضاً حتى يتسنى للجامعات ومراكز الدراسات التي نقيم معها شراكات وإتفاقيات تعاون الإطلاع على مضمون هذا الكتاب على أبرز محاوره على أبرز تطلعات العالم العربي وحاجاته بصورة تحقق الهدف المنشود الذي هو التنمية الشاملة والمستدامة في كافة الدول العربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السعادة الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني باسم جائزة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي الترحيب بكم في هذا اللقاء الثقافي العلمي الذي يتناول واقع ومستقبل التحول نحو المعرفة والابتكار في العالم العربي بداية هذا اللقاء مع كلمة سعادة الأستاذ الدكتور هنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي أصحاب السعادة أيها الحفل الكريم أسعد الله مساءكم بكل خير أستأذن أخي الكريم الدكتور عبد العزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل في أن أضم صوته إلى صوته لنرحب بكم أجمل ترحيب ولنشكركم شكراً حاراً على تلبيتكم دعوتنا المشتركة إلى هذه الندوة التي جمعتنا حول الكتاب الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة الفكر العربي بعنوان العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار وتقتضي مني الأمانة للحق التنويه بأنه من الطبيعي أن نلتقي حول هذا الكتاب على أرض المملكة العربية السعودية العزيزة لأنها ما فتئت تعتمد السياسات وتتبنى الخطط وتطلق المبادرات الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية المتميزة وتقوم بتوظيف إنجازاتها على هذا الصعيد واستثمارها في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنه لمن دواعي اعتزازنا في المؤسسة أن ننظم هذه الندوة بالشراكة مع جائزة الملك فيصل لأنها على مدى أعوامها الأربعة والأربعين الحافلة بالعطاء من فكت تستوحي من إرث الرؤيوي الملهم الذي سميت باسمه دعوته إلى تعزيز العلم وتكريم المبدعين محيية ومجددة تقليداً عربياً عريقاً وبهياً في تعهد العلم واحتضان العلماء واسمحوا لي أن نعرب عن شكرنا العميق لسعادة أمينها العام صاحب المبادرة إلى اقتراح إقامة هذه الندوة لأنه أتاح لنا فرصة اللقاء والحوار مع نخبة من العلماء والأكاديميين وأعلام الفكر والثقافة والشكر موصول لفريق معاونيه على الجهود التي بذلوها لتنظيم ندوتنا وتأمين مستلزمات نجاحها وللسيد بكر فلاتة الذي يتولى تقديم المتحدثين ودعوني أخص بعاطفتي تقدير وعرفان الكوكبة المميزة من القامات الأكاديمية والعلمية الدكتور سعد الحاج بكري والأستاذ الدكتور عبد العزيز المالك والدكتور مونيرة جمجوم والدكتور مهى المزيني الذين سيتحدثون بعد قليل عن الكتاب حديث الخبراء العارفين في الجلسة التي سيديرها بكفاءته المشهودة والمعهودة الدكتور فهد الشهير شريه ويطيب لي أن أغتنم فرصة مشاركة البروفيسور معين حمزي في هذه الندوة لأجدد التأكيد بأننا مدينون له مع زميله الدكتور عمر البزري بإغناء منشورات مؤسستنا ورفض المكتبة العلمية بهذا المرجع القيم ولأسجي لهما التهنئة على هذا الإنجاز المميز لا أراني بحاجة للبرهنة على الموقع المتقدم الذي يحتله العلم والتكنولوجيا في سلم أولويات مؤسستنا فمنذ انطلاقها في العام 2000 وعت أهميتهما ومدى حاجة دولنا إلى تعزيزهما وأولت هذا الملف بتوجيه من رئيسها صاحب السموم الملكي الأمير خالد الفيصة وبدعم من مجلسي أمنائها وإدارتها عنايتها البالغة واهتمامها المتواصل وقد سبق لها أن ضمنت ثلاثة من تقاريرها السنوية للتنمية الثقافية دراسات مسهبة عن منظومات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية ثم كرست في العام 2018 تقريرها العاشر بأكمله لعرض واقع البحث العلمي في العالم العربي وتحدياته وآفاقه واختارت له العنوان المعبرة والمثير الابتكار أو الاندثار وإن كتاب العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار يندرج تماماً في إطار اهتمام مؤسستنا هذا ويستكمل ويطور إسهاماتها في هذا المجال لا يتسع المجال هنا لأستعرض بالتفصيل مضامين هذا الكتاب وما يتحل به من مزايا حسب الإشارة إلى طابعه الشمولي الذي يتجلى في تغطيته جميع الدول العربية وفي تنوع المحاور التي يتناولها وغزارة المعلومات والبيانات التي يزخر بها ووفرة المصادر والمراجع التي يستند إليها ما يؤهله عن جدارة لأن يرتقي إلى مرتبة دائرة معارف مصغرة وحسب الإشارة أيضاً إلى منحاه التجديدي البين الذي يتجلى في الموضوعات الرائدة التي تطرق إليها وفي اتساقه مع التوجهات العالمية الراهنة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويتجلى خاصة في المنهجية المركبة المعتمدة في تأليفه والتي يجتمع فيها بصورة مؤتلفة ومتكاملة التوصيف والتحليل والاستشراف وحسب أخيراً أن أضيء باقتداب شديد على دواعي إطلاقه إصداره ومراميه يهدف هذا الكتاب إلى إثارة وعينا بأن المعرفة هي السلاح الأمضى في التغلب على آفات الجهل المقيت والتعصب الأعمى وبأن العلم والتكنولوجيا هما أقوى محركات التطوير وأفعل الأدوات في محاربة الفقر والحد من البطالة والقضاء على الأوبية وهو يرسم أمامنا خريطة طريق واضحة المعالم نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار ويضع بين أيدينا دليلاً موثقاً وموثوقاً يقود خطاناً في عملية التحول نحو فضاءاتهما وفي مسيرة الالتزام بما ترتبه علينا من مسؤوليات ومقتضيات بغية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها هذا الكتاب وتحتاجها دولنا ويستحق جميع مواطنيها أن ينعموا بثمارها فعسى أن يحفزنا الكتاب على انتهاج هذا السبيل وعسى أن تتضافر جهودنا من أجل بلوغ هذه الغايات شكراً لحضوركم شكراً لاهتمامكم وعليكم أيها الكرام ألف سلام الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور معين حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية المؤلف المشارك لكتاب العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار السلام عليكم سعادة سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الأستاذ فوزي كبارة أيها الحضور الكرامة أود بداية أن أتوجه بالسكر والامتنان لجائزة الملك فيصل وأمينها العام الأستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل لتكرمهم بالدعوة لهذا اللقاء مع نخبة من الباحثين والرواد الابتكار وتعميم المعرفة في المملكة العربية السعودية وأتطلع للنقاش المفيد والاستفادة من آرائهم ونقدهم لما ورد في الكتاب من محاور متنوعة ومتكاملة كما أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لمدير عام مؤسسة الفكر العربي الصديق الأستاذ الدكتور أونري العويد وفريق المؤسسة لتعاونهم البناء ومواكبتهم الفعالة في إنجاز الكتابين باللغتين العربية والإنجليزية ولأصحاب المعالي والسعادة والزميلات والزملاء الشكر والتقدير لحضورهم لحضوركم ومشاركتكم في اللقاء الذي يجمعنا في هذا الصرح العربي العريق سوف أكتفي في مداخلتي بالإضاءة على بعض التوجهات والمفاهيم التي اعتمدت في التأليف والاستنتاجات أولا عالج الكتاب عشرات المحاور المتكاملة واعتمد منهج الوصول إلى رؤية استشرافية دون السقوط في فخ التوصيات الجافة والينبغيات وقد استند إلى المعطيات الرقمية الموثوقة والمحدثة واستخلص مدى ملاءمتها للواقع وأثرها الفعلي في عملية التنمية لم تكن المهمة سهلة ولكنها استحقت المحاولة ثانيا أهمية الكتاب في كونه يتضمن المؤشرات الأساسية في مختلف محاور المعرفة العلمية والابتكار وأثرها على التنمية المستدامة بناء على تحليل موضوعي ودمن رؤية شمولية بهدف النأي عن جلد النفس أو اقتراف خطيئة اللسان الخشبي والمحابات ثالثا تم التعامل مع المعطيات العلمية المختلفة على ضوء المعايير والشرع والتوجهات العالمية في البحوث والتطوير يقينا مننا بأن العلم نهج عالمي لا يتناقض مع البحوث المبنية على أوضاع وتحديات محلية رابعا يتناول الكتاب التحولات المعرفية التي يشهدها العالم اليوم والتي يشار إليها مجتمعة تحت عنوان الثورة الصناعية الرابعة بالتركيز على التكنولوجيات الرقمية والحيوية وما خرجت به من تطبيقات وما يمكن أن تؤدي إليه من نظم مستحدثة ضمن قطاعات الإنتاج والخدمات في مجالات تشمل التعليم والعناية الصحية ومختلف قطاعات الإنتاج إضافة إلى التواصل المجتمعي خامسا العلم هو قبل كل شيء التزام بالمبادئ الأخلاقية والممارسات السليمة في التعليم والبحوث والتطبيقات ونشره وتعميمه واليوم باتت مفاهيم العلم المفتوح فرصة ذهبية للعلميين كما أضحى الإعلام العلمي الرصين ضرورة ثقافية وإنسانية لتثمين جهود المجتمع العلمي ومحاربة الأخبار المزيفة والمضللة بالضوابط الأخلاقية والقانونية سادسا من الظلم اعتبار العالم العربي بدوله 22 كتلة واحدة فالفوارق كبيرة وشاسعة ماليا وبشريا وأنظمة وسياسات وحوكمة وفي أحسن الأحوال أمكن تصنيف الدول العربية ضمن ثلاث أو أربع مجموعات واعتماد المقارنة المحفزة مع دول الجوار تركيا وإيران وإسرائيل سابعا يستحيل إحداث التغيير بالركون إلى الوضع الراهن بل إن التغيير يحتاج إلى نماذج ورؤى جديدة وموارد كفوءة ملتزمة ومحترفة والمأزق العربي ليس في هزال الدعم المالي فقط بل في غياب السياسات الواضحة وآليات التطبيق المستدامة وغياب الحوكمة والتوازن الجندري وضعف الالتزام بالمعايير العالمية التي تشكل القيمة المضافة للعلوم وتضمن الثقة المجتمعية بإنجازات العلميين والأكاديميين ثامنا اسمحوا لي أن أختم مداخلتي بالتفاتة خاصة إلى المملكة العربية السعودية فالمملكة تتقدم منذ حوالي عقدين من الزمن كل الدول العربية وتقترب من دول غربية قبرى في أغلب المؤشرات البحثية إنتاجا وتمويلا وتشبيكا مع دول العالم وكذلك في نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع وإطلاق المبادرات الوطنية ومنصات الابتكار وتطبيق نواتج البحوث وتعزيز التعليم العلي إنني على يقين أن هذا التطور هو نتيجة سياسات مستدامة أوصلت المملكة لتبوء مواقع عالمية مما يزيد من مسؤولية القيمين على سياسات العلم والتكنولوجيا ويحتم عليهم الإنخراط الكامل بالمناهج الدولية وبإلاء العناية لتوفير المزيد من البيئات المحفزة والتكامل بين الجامعات وبرامج البحوث وقطاعات الإنتاج وتحصين البرامج والموارد الوطنية بدراسات الجدوى والأثر المجتمعي يتطلب ذلك جهودا شجاعة خارج الصندوق وتشكيل كتل حريجة دمن محاور بحثية وتقنية منطقات أملا بتحقيق اختراقات في مجالات متميزة في الطب والبيئة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية إن التحول إلى مجتمعات معرفية حقيقية يستلزم نقد البنى القائمة وبناء منظومات حديثة تستلهم متغيرات العالم الذي تجاوزنا دون استئذان ولا يارى ضيرا في تجاهلنا وتهميشنا شكرا لكم والآن ندعوكم إلى الاستماع إلى أطروحات ومداخلات السيدات والسادة المشاركين في هذه الندوة التي سيتفضل بإدارتها سعادة الدكتور فهد الشريهي نائب رئيس شركة سابك لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون والدكتور فهد الشريهي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة بريتش كولومبيا في كندا وأنهى برنامج الإدارة العليا المتقدمة من جامعة هارفورد تفضل الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمسكم الله بالخير وكل عام أنتم بخير في البداية أشكركم جميعا للحضور والاهتمام شكر موصول للمنظمين شكر لجائزة الملك فيصل العالمية التي هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا بما حقتهم مكانة عالمية كما أشكر مؤسسة الفكر العربي على دورها الرائد في نشر هذا الكتاب العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار وهو موضوع ندوتنا هذا المساء تأتي الندوة اليوم وهذا الكتاب في توقيت مهم بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية وما تشهدهم من تحولات لكي تصبح في مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصئلة تحت مضلة رؤية السعودية 20-30 وهي مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر ووطن طموح وخير مثال ذلك هو ما أطلق مؤخرا الذي هو إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والقائمين عليها يسابقون الزمن الآن لإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي سوف تحدث نقلة نوعية بإذن الله في هذا القطاع بالنسبة للكتاب صدر عن مؤسسة الفكر العربي وجاء بنسختين عربية وإنجليزية النسخة الإنجليزية ليست ترجمة ولكن هي نسخة مخصصة للمهتمين بشأن البحث في العالم العربي كذلك تمت ترجمة ملخص للكتاب باللغة الفرنسية أطلق في العام الماضي الكتاب وحظي باهتمام بالأوساط العلمية والبحثية في العالم العربي وكتبت العديد من المقالات عن الكتاب وتشيد بما قدمه من إضافة نوعية للمكتب العربية الكتاب جاء في تقريبا أو أكثر من 400 صفحة يناقش القضايا الراهنة للتعليم والبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة في البلدان العربية وقد تولى إعداده سبقوا تقديمهم مؤلفين التسمان بالكفاءة وخبرة عميقتين في مجالات السياسات العلمية والتكنولوجيا وبرامج البحوث الابتكارية والتنمية وهما الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري يتميز الكتاب بدقة المعلومات وعمل التحاليل والسعي لاستشراق المستقبل واختراح البدائل الممكنة للتطوير والتحديث ومواكبة عصر المعرفة والثروة التكنولوجية الذكية والتحول الرقمي في الألفية الثالثة لخص الكتاب بشفافية الأوضاع الراهنة للبلدان العربية معتمدا على بيانات ومعلومات من أكثر من 200 مرجع عربي وعالمي وأغلبها أصدرات حديثة يشكل كتاب بما يتضمنه من شمول تحليل وتقييم لأداء وصياغة لرؤى وتوجهات مرجعية مفيدة للمعنيين بشؤون البحث العلمي في الوطن العربي وقد توصل الكتاب في تشخيصه الوضع العربي لعدة نقاط سوف نحاول نقاشها في هذا المساء من خلال المتحدثين باسمكم أرحب بمتحدثين المتميزين اليوم ونبدأ بالمتحدث الأول الأستاذ الدكتور سعد بن علي الحاج بكري أستاذ قسم هندسة الحاسب كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار غير متفرغ في مؤسسة موهبة ويكتب حاليا مقال نسبوعيا في صحيفة الاقتصادية في موضوعات المعرفة والتنمية فنبدأ مع الدكتور سعد سؤال بشكل مباشر رأيك في الكتاب بشكل عام وماذا أضاف لك وهل غطى الكتاب دور مؤسسات رائدة مثل موهبة وهل يمكن توسليط الضوء على موهبة ودورها فيما تشهده المملكة من تحولات ورؤى طموحة دكتور سعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله حقيقة الكتاب ممتع وجميل لكنه صعب القراءة فهو عبارة عن شحنة كبيرة من الحقائق الحقائق غير قابلة للتغيير مباشرة قابلة للنقاش والأسباب والكثير من الآراء اللي لها أيضا نوع من الدليل على كل رأي يعطى في هذا المجال وإضافة إلى ذلك نظرة مستقبلية فهذا الشيء الموجود هذه الشحنة الكبيرة تجعل من القراءة القارئ يجب أن يكون صاحيا تماما عندما يقرأ هذا الكتاب حاولت أني أعطي بعض المراجعات للكتاب لكن سبقوني الجميع في ذلك هذه عملت لكل باب من الأبواب كل باب له مجموعة من الفصول فهناك تحديات مختلفة وهناك كذلك لن ندخل في تفاصيلها خصوصا وأن الوقت طبعا محدود والبحوث أيضا المفارقة اللي نشرت أن العرب يمثلون أكثر من 5% من العالم مع ذلك النشر العلمي 1.37 مقابل أيضا براءات الاختراع 0.9 سياسات البحث والابتكار موجودة والمؤشرات الدولية طبعا اللي اعتمدت كثيرا الملفت أيضا أن هناك ثلاث تحذير لثلاثة موضوعات يجب أن نهتم فيها في المستقبل وهي التقنية الرقمية والذكاء الصناعي التقنية الحيوية وآثارها الكبيرة في الحياة إضافة إلى تقنية المواد والنانو تكنولوجي وما إلى ذلك في المستقبل القضايا الأخرى في الفصول كل واحدة منها فصل اللغة العربية وغيرها وطبعا استمعنا إلى لغة عربية جميلة جدا من الدكتور هنري والحقيقة لن يستطيع أحد فينا أن يتكلم بنفس اللغة الراقية باللغة العربية لكن نحاول قدر ما نستطيع المرئيات التي أود أن أركز عليها ستة مرئيات إضافة إلى توصية في الأخير الفكرة الأولى فكرة منظومة مجتمع المعرفة والحقيقة أني كتبت كتاب في منظومة مجتمع المعرفة موجود نسخة منه الآن هذا الكتاب بدأ بموضوع أنه والله اليونسكو تنظر إلى مجتمع المعرفة من خلال هذا البيت هناك أربع نشاطات رئيسية فنحن كي نستطيع أن نستفيد من ذلك بخصوص التنمية علينا أن نجعل هذه النشاطات متكاملة لا يمكن أن يكون جهة التي أريد توظيف المعرفة فيها هي منفصلة عن الجهة التي تدرس المعرفة الجهة التي تقوم بالبحوث في هذا المجال وبالتالي وضع المعرفة في إطار متكامل في إطار دورة يشبه دورة الإلكترونيات في الكهرباء والضوء الذي نراه فعندما ندير هذه المعرفة هذه الإدارة بشكل متكامل نحصل على التنمية المنشودة كما نحصل على الضوء في الكهرباء فهذا الكتاب طبعا موجود معي تكلمنا فيه ولكن الأمر متغير وبالتالي علينا أن نأخذ عامل الزمن في الاعتبار كي نأخذ عامل الزمن في الاعتبار لابد من يكون خطوات تطويرية مستمرة نستطيع أن نستعير على سبيل المثال خطوات سيكسيجما المشهورة في عالم الإدارة وهذه الخطوات في إطار دورة المعرفة على أن نأخذ في الاعتبار قضايا الإنسان والمؤسسات والتقلية لأن الإنسان طبعا هو الأساس في الموضوع سنجي على ذلك بعد قليل في موضوع الثقافة طبعا دائما المؤشرات والمؤشرات شهدناها في الكتاب تستخدم بشكل كبير جدا الملاحظة الثانية في قضية البحث العلمي قضية البحث العلمي قضية هامة جدا وهذا الإطار الموجود أمامنا الآن هو تقسيمات البحث العلمي من قبل اليونسكو بدءا بالبحوث الأساسية النقية والبحوث الأساسية الموجهة والبحوث التطبيقية ويأتي بعد ذلك الابتكار الابتكار يهتم بالمعرفة الحية القابلة للتطبيق القابلة للتنمية فكي نستطيع أن نستفيد من بحوث الأساسية والبحوث التطبيقية لابد من أن نتبعها ببحث تطوير تجريبي وتطوير منتجات كي نستطيع أن ننتقل إلى السوق ونحقق التنمية في هذا الإطار هناك من يقول أن عدم وجود هاتين المرحلتين هو وادي الموت بالنسبة للبحث الألوي فهذه النقطة مهمة جداً ولابد من تكامل دورة المعرفة كي نستطيع أن نجري هذه الأشياء وننتقل إلى عالم التنمية هذه قد تكون مكررة ولكن أريد أن أوجه أيضاً الانتباه إلى شيء آخر وهو أن النشر العلمي ليس بالضرورة تعبير عن الإنتاج العلمي وهذا الشيء على سبيل المثال هذه الدول الأكثر انفاقاً على البحث الألمي للأسف الدولة العبرية تنفق رقم واحد في العالم بنسبة الجي دي بي بنسبة الإنتاج الأولى في الانفاق 15 في النشر العلمي الثانية في الانفاق 29 في النشر العلمي الرابعة في الانفاق 50 في النشر العلمي أين ذهبت البحوث؟ ذهبت البحوث إلى المعامل إلى المصانع إلى الابتكار إلى الدورة المتكاملة التي تقود إلى التنمية فليس بالضرورة أن يكون هدفنا فقط النشر هدفنا فقط النشر نشر جزء من الإسهام الحضاري لا شك في ذلك لكن النشر ليس كل شيء نأتي الآن إلى الإعداد الثقافي للإنسان لأداد الثقافي للإنسان طبعا لو قلنا أن الأسرة هي وحدة استراتيجية نقول أيضا أن المؤسسة وحدة استراتيجية المنطقة وحدة استراتيجية الدولة وحدة استراتيجية من يقودها؟ أين العنصر الحي فيها؟ إنه الإنسان هذا العنصر الحي يجب علينا أن يكون ذو إمكانيات كبيرة والحقيقة صدر العام الماضي برنامج تنمية القدرات البشرية وبناء المواطن والحقيقة قرأته بدقة وطبعا إسقاطا على ما ورد في كتابنا كتاب العرب أن التقافي العلمية هي تفكير علمي وليس فقط معرفة علمية معرفة علمية إضافة للتفكير العلمي بدون التفكير العلمي لن نستطيع أن نصل إلى سلوك أفضل أو قرارات أفضل وما إلى ذلك فالثقافة العلمية ضرورية والعائق أمام نشر الثقافة العلمية قد يكون التمويل والذي شجعني أن أقول التمويل الحقيقة أني رأيت منذ فترة مقابلة مع سموه الأمير خارج الفيصل كان يتحدث عن الفكر العربي ويقول أن حدثت عدة أشياء لكن كان العجز الأساسي هو التمويل فلذلك لما جاء التمويل جاءت الأشياء اللازمة هذه بعض الأشياء التي في صفات المواطن المنافس عالميا التي هي هدف برنامج تنمية القدرات البشرية فهذه هي الصفات وهذه هي الإعداد المواطن العالميا هنا أنتقل إلى موضوع هام جدا والحقيقة لم يعالجه الكتاب طبعا الكتاب لا شك كتاب كبير لكن الكتاب نفسه يتحدث في موضوع كبير جدا للغاية واسع في نفس الوقت الذي كان يكتب الكتاب كنت أكتب كتاب آخر مع أحد الزملاء اسمه نحو مجتمع معرفي عربي أيضا موجودة نسخة منه في هذا المجال وإذا تقارننا بين الكتابين سنلاقي اتجاهات مختلفة داخل هذين الكتابين فالموهوبين لو ذكرنا نقطة واحدة بسيطة نقلا عن إدوار دوبونو إدوار دوبونو المسؤول بعض الناس موهوبين بقدرة عقلية زي المحرك اللي ميت حصان خلينا نقول فالمحرك ميت حصان يستطيع أن يعطي أكثر ولكن يجب أن يمتلك مهارة التفكير فلابد من العناية بالموهوبين العناية من الموهوبين العناية بتفكيرهم العناية بأخلاقهم العناية بابتكاراتهم ومعطياتهم ولابد من هذه العناية وطبعا مؤسسة موهبة هي مؤسسة رائدة في هذا المجال طبعا من الموهوب هناك مقاييس مختلفة ما بين الآيكيو ما بين الموهبة في قضايا معينة لننتحدث طويلا في ذلك مؤسسة موهبة أنشئت تقريبا بنفس وقت إنشاء مؤسسة الفكر العربي حوالي عام 1999 أو 2000 وكان لها إنجازات كبيرة اكتشفت 144 أكثر من 144 ألف موهوب وكان لها أكثر من 22 ألف فصول في الموهبة وحاجت على أكثر من 450 ميدالية والآن حاصلوا على بعض الميداليات الموجودين في أمريكا في إحدى المباريات العالمية يحصلون الموهوبين فيها والحقيقة من المثير للاهتمام وللسعادة أيضا أن برنامج تنمية القدرات البشرية يهتم في مجال الموهبة وأعطى عناصر متعددة لذلك وهذا الأمر طبعا سيكون الاستعانة بمؤسس موهبة وهيئة تقويم التعليم وزارة التقافي إلى آخره الناس المسؤولين عن تنمية هذا الإنسان إلى المستقبل نأتي الآن إلى الملاحظة الأخرى وهي تتعلق في العالم السيبراني العالم السيبراني عالم هائل له طبعا فوائد كثيرة من حيث السرعة وما إلى ذلك وطبعا هناك دراسات عن فوائد الملموسة والفوائد غير الملموسة المتكررة وغير المتكررة والفوائد في التوفير والفوائد في إعطاء شيء ليس له مثيل في الماضي فلن ندخل طبعا بهذه التفاصيل لكن 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 كي نستطيع أن نستفيد من العالم السيبراني لا بد أن نهتم بالأمل السيبراني وما يعطينا إياه استراتيجيات الذكاء الصناعي دول مختلفة ابتداء من 2017 أعطت كثير من الخطط وأجرينا إسقاط عليها بهذا الموضل هذا الموضل أنا أستخدمه من فترة اللي هو في الأخير آخر شيء هذا اقتراح هذا الاقتراح يقول أنه باعتبار أنه نحن درسنا العالم العربي ككل لا بد ما ندرس كل دولة على حدة لأنه كل دولة لها خصائص كما أشاروا الزملاء العزاء فطالما أنه كل شيء لا خصائص فلنضع منهجية مشتركة نطبق هذه المنهجية على على الدول العربية جميعا كل دولة عربية ثم نجمع التكامل الموجود كي يكون أمامنا إمكانيات للتعاون وما إلى ذلك هذا المشروع يكمل رسالة هذا الكتاب ويعطينا مناخ أكبر بكثير للفكر العربي في المستقبل في الختام لن أقول الابتكار أو الاندثار بل أقول تستطيع السقور العربية كما استطاعت النمور الآسوية والسلام عليكم ورحمة الله سعد المتحدث الثاني الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المالك المشرف العام على أقطاع دعم البحث والابتكار في مدينة المريكة عبدالعزيز العلم التقنية دكتور عبدالعزيز قطى الكتاب بشكل مميز تقييم الواقع الحالي في البلاد العربية مقارنة مع الدول الأخرى والقريبة مننا والعالمية كذلك وكان التقييم أقل من الطموح بكهرية فما هو رأيك في الكتاب بشكل عام والدروس المستفادة منه وكيف ترى رحلة تحول المملكة العربية السعودية نحو مجتمع المعرفة والابتكار والدور المستقبلي لمنظومة الأبحاث والابتكار بعد ععادة هيكلتها وتأسيس الهيئة تنمية البحث والتطوير والاكتبار شكراً دكتور ومساء الخير على الجميع وشكراً للمنظمين على الدعوة طبعاً راح أعطي انطباع القارئ وليس الناقد لأنني أقل من أني أعتقد عمل بهالحجم من قامات حقيقة وأشكر بسجة الفكرة العربية حتى على رعاية هذا العمل استمتعت جداً بقراءة الكتاب لأول مرة أشوف توصيف شامل وتحديد دقيق للمشاكل للحالة الجمعية للوطن العربي في موضوع الابتكار كنا دائماً نقرأ عن بعض الدراسات المختصة بعدد من الدول لكن التوصيف للحالة الجمعية بشكل عام حقيقةً كان مثير الاهتمام بالنسبة لي وللأسف طبعاً كان الأداء دون المأمول بالنسبة للأداء الابتكاري لمجموعة الدول العربية لكن وأنا أقرأ أيضاً سمحوا لي أتكلم من القلب قلت شو لم الشامع المغربي؟ كيف قارن مثلاً منظومة الابتكارية في البحرين مثلاً بالمنظومة الابتكارية في موريتانيا؟ كيف قارن الأردن في مصر؟ فدفعني إلى تساؤل آخر اللي هو حقيقةً العامل المشترك هو العامل الثقافي فبينها هي الثقافة المشتركة دفعني أيضاً يعني ممكن رغبة الباحث العلم والباحث اللي في داخلي لأنني أبحث هل ممكن الثقافة ثقافة المجتمعات تؤثر أيضاً في أداء الابتكاري للدول ووجدت حقيقةً في كثير من الدراسات استخدمت قررت بين السمات الثقافية للمجتمعات وأداءها الابتكاري ويعني آسف على الاستطراد دكتور الله عينك عليه بس يعني هي ندوة فكرية وودنا نتشارك بالأفكار لقيت ورقة علمية نشرت من باميلا كوكس وريحان خان من جامعة نيويورك أو جامعة ولاية نيويورك في أمريكا قارنوا بين السمات الثقافية وبين الأداء الابتكاري للدول وجدوا أنه في أربع سمات ترتبط ارتباط مباشرة بالأداء الابتكاري للدول منها على سبيل المثال السماء طبعا هي على مقياس هل هي الثقافة فردية أم ثقافة جمعية أعتقد كلنا نعرف الثقافة العربية ثقافة القبيلة والأسرة الممتدة والطوائف وما إلى ذلك أيضا ثقافة الذكورية مقابل الثقافة الانثوية وأعتقد ما يحتاج أن نبحث فيها نعرفين الواقع أيضا هل هي الثقافة تحفز من تحديات الواقع أو من المقدس وهذه أيضا واضحة وهل هي ثقافة أقرب إلى التسامح أو إلى التحفظ مع الأفكار الجديدة والناس الآخرين وكذا هذه الأربع سمات وجدت أنها تتفاعل مع الأداء الابتكاري للدول وكان الضابط فيها مؤشر الابتكار العالمي أداء الدول في مؤشر الابتكار العالمي هي طبعا لا أدعينا علاقة سببية لكن هناك علاقة بين الأمرين ويبدو لي أننا في المقاييس هذه ما نحن في مكان جيد للانطلاق إلى المستقبل في مجال الابتكار ويجب أن نعمل أكثر حتى من الدول الأخرى التي تشابهنا في المؤشرات الذات العلاقة المباشرة بالابتكار أيضا كنت أتمنى أشوف في الكتاب موضوع كنت أتمنى أشوف يعني طرح أكبر فيما يخص موضوع التجيير التقنية وتسويق التقنيات يمكن ذكر أنها كان فيها قصور وكذا ولكن كنت أعرف كيف أتجاوز هذا القصور يعني بالتفصيل لأنه فعلا هي النقطة الألم التي موجودة على طول سلسلة البحث والتطوير والابتكار أيضا كنت أنتظر في نهاية الكتاب أني أرى اقتراح مثلا يكون إطار عمل عربي مشترك للعمل من خلاله بتناغم مع الدول العربية الثانية يعني أنا مثلا مصر عندها قوة بشرية كبيرة جدا كيف ممكن أنا أتعاون مع مصر كمثلا أتكلم باسم المملكة مثلا أني يعني أعتمد على جوانب القوة عندي وجوانب القوة عندي عندهم للعمل بشكل متكامل ما رأيت كذا مع أني اعتقدت أنه السياق الكتاب رح يؤدي لهذا الشيء وأرجع وقول هذا انطباع القارئ وليس نقد لأنه أقل من ذلك الحديث يعني وأنا أقرأ الكتاب وكنت أفكر كيف رح تكون المشاركة فكرت أنه أصلت الضوء على رحلة التحول في المملكة لأنها حقيقة بدون تحيز مثيرة للاهتمام بشكل كبير لأسباب عدة ذكرت حتى من الأساتذة قبل قليل يعني المحتوى محتوى تبكل يعني ما راح يكون فيه شيء جديد لكن حبيت أني أتكلم أيضا من القلب في موضوع ثقافة الابتكار مشكلتنا مع ثقافة الابتكار أنه ما فيه تصور جيد من قيادة المنظمات على المستوى العربي بأهمية الابتكار زي ما ذكروا الزملاء شعار الابتكار أو الاندفار هذا حقيقة صحيح وأنا أذكر بعض المعلومات عنها ثم راح أتطرق على تجربة المملكة عربية السعودية والمحطات الرئيسية المنجزات التحديات اللي أنا ما راح أقول يعني العثارات وبعض الدروس المستفادة وشي التوجهات المستقبلية واللي يعني يعني الحسن الحط توافق كثيرا مع التوجهات اللي ذكرها الأساتذة الكبار في كتابهم طبعا همية تحول الأمم نحو المعرفة حنا قتل بحثا ولكن معروف هو العلاقة بين اهتمام الأمم في البحث والتطوير والابتكار يعني باستخدام عدد من المشارات وأداءهم الابتكاري كل ما زاد الصرف زاد زاد الناتج المحلي زاد النمو الاقتصادي فالطريقة الوحيدة لتحقيق نمو مستدام هو تنمية القدرات الابتكارية لأنك إذا نميتها رح تكون أكثر صلابة في مواجهة الأزمات وبالتالي تضمن الاستدامة في النمو الاقتصادي العلاقة أيضا بين حتى على المستوى الأبحاث الاقتصادية وجدوا أن الابتكار أو القدرات الابتكارية للدول هي العامل الأهم تأثيرا في ما يسمى توتفاكتور بروتكتيفتي ومجموعة عوامل الانتاجية لأنه زي ما أنتم عارفين ان الانتاج الدول يعتمد على القوى العاملة ورأس المال بالإضافة إلى ما يسمى عوامل عدة جمعة تحت معامل الانتاجية أو توتفاكتور بروتكتيفتي ووجدوا أن الابتكار مساهم كبير جدا في هذا المعامل فبالتالي كل ما زاد الاستثمار والاهتمام فيه زاد النمو الاقتصادي أيضا هذا هذا الشارت أحب جدا المنظمات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تنمية قدراتها الابتكارية للمنافسة بدونها لن تستطيع أن تنافس وستخرج من السوق هذه الشارت يعني يبين القيمة السوقية لعدد من الشركات في السبعينات وهذا طبعا المؤشر الاسم بي فايف هندرد الأمريكي 17% من هذه القيمة منسوبة إلى هذا الكلام في السبعينات كانت تنسب إلى الأصول غير الملموسة والتي نتكلم عن أصول فكرية بمجموعها أو في غالبها في 2020 الآن أصبحت شكل أكثر من 90% من القيمة أو انطباع عن القيمة بين المستثمرين من المستثمرين من نسبة للشركات يعتمد بشكل كبير على الأصول غير الملموسة التي نتكلم عن محفظة برات الاختراع نتكلم عن الخبرة التراكمية العلمية والتقنية لجمعتها هذه الشركات على مدى الوقت أيضا على محفظة المواهب التي تتمتلك هذه الشركات فأنا مما استثمر في أبل وتوصل قيمتها 3 تريليون دولار مش لأن عندها مباني وفيزيكال أسيتس أو شيء خاص شيء يسوى الكلام لا أنا استثمر حقيقة في مستقبل الشركة ومخزونها المعرفي أيضا مجابهة التحديات تحتاج إلى ابتكار أنا أتكلم يمكن القصة العالمية المعروفة كيف أنه فورة الابتكار بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثاني أتكلم الابتكار ذو الغرب المزدوج المدني والعسكري بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدأ الحرب الباردة كان فيه تنافس كبير لما الساحة السوفية يطلق سبوتنيك كيف كان التفاعل الأمريكي معاه والسثمر والسثمرات ضخمة كانت ولدت ابتكارات ما زلنا نستخدمها إلى اليوم هذا على المستوى الدولي لكن حتى على المستوى المحلي تحدي المياه على سبيل المثال إذا ما فكنا الشفرة بسواعدنا لن يأتي أحد ويحل الموضوع هذا بنسبة لنا وبتحدي المياه أنا أعتقد أنه ينطبق على الكثير من دول العربية حتى الدول النهرية للأسف الآن أصبح عندها تحديات في موضوع المياه فحل أن الوحيد هو الابتكار أنا بس أريد أن أشير إلى هذا الشارت كيف نرى أنه هذا قارن هذا طبعا قام فيه مشكورا الأخوان في مصد البحث وتطير الابتكار في مدينة الملكة دايز علوم التقنية قارنه زخم الابتكار في ثلاث تقنيات منها تقنية المياه التقنية كيف نرى أخذنا الذي هو الانتاج البحثي كمؤشر على هذا الزخم وأيضا قارنوه مع إتاحة الوصول إلى هذه الخدمات وأخذنا أيضا مؤشر الذي هو النقص في التكلفة التشغيلية لهذه الخدمات ووجدنا أنه مثلا بسبب الاستثمار الكبير في الألواح الشمسية والبطاريات بسبب اهتمام الحكومات الدول الغربية وحتى الشرقية بالسيارات الكهربائية وغيرها شفنا أنه نزل الكوست بأكثر من 90% مقارنة بما قبل 20 عاما بينما موضوع المياه نزل فقط 20% لأنه لم يكن تحدي يجاب هالدول الأخرى فهذه التحديات وجودية أنا أتكلم أيضا حتى بنسبة للمملكة على الأقل أنا مطلع على التحدي نعتمد بشكل كبير على مصدر واحد وهو التحلية المصدر الآخر هي المياه الأحفورية لا نستطيع استخدمها بشكل كبير لأنها في الاحتياجات اليومية لأن هذا يكون خطر استراتيجي كبير فهذه بعض المؤشرات على أهمية الابتكار تجربة المملكة أعتقد أن تستحق تروى لأن لأسباب أنها يمكن هي من أكبر خلال 25 سنة الماضية كانت من أكبر الدول العربية تاجا للمعرفة العلمية والتقنية هذا بالمجموع المملكة ومصر يمكن كانوا أكثر من 2013 وهذا بسبب اعتماد سياسة من الحكومة بتنمية هذا المجال تجاوزت المملكة مصر كأكبر منتج المعرفة العلمية والتقنية وما زلنا الدولة العربية الأكبر إنتاجا للمعرفة العلمية والتقنية هذه طبعا أحد منشرات النجاح لكن ما كان معناها أن التجربة كانت ناجحة بشكل كامل وبأجي إن شاء الله لأتطرق لهذه الأمور فأعتقد تجربة المملكة تستحق أن تروى ممكن يستفادها منها الدول العربية الأخرى المحطات الرئيسية في التجربة بدأت في بدأنا حقيقة متأخري مقابة الدول العربية الكبرى الأخرى بداية الاهتمام في البحث العلمي كان في إنشاء بحث العلمي وليس التعليم أساس بس لا حد يعني يفهمني خطأ البحث العلمي إن إنشاء منظمة خاصة بإدارة وتمية البحث العلمي كان بداية بإنشاء المركز الوطني للتكنولوجيا وهي مدية مكابيز علوم التقنية هذا الاسم السابق لها المركز الوطني علوم التكنولوجيا وكلها بعدين خلال العقد التالي من إنشاءها عدد من المهام منها اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع استراتيجي وخطة لازمة تم إطلاق أول برنامج وطني لمنح البحوث وهو حسب علمي من أوائل البرامج الوطنية لمنح البحوث تم إطلاقها في ذاك الوقت بالتعاون مع مصد العلوم الأمريكية National Science Foundation في 2002 تم اعتماد السياسة الوطنية علوم التقنية والابتكار لأول مرة في تاريخ المملكة 2007 تم إطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ هذه السياسة 2009 بدأنا نرى نتاج هذه الخطة وبدأنا نرى الارتقاء المملكة في المؤشرات بالذات المؤشرات الخاصة بالمراحل المذكرة لعملية البحث والطوير والابتكار 2016 بعد إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ككل تم الاستعانة بالابتكار كأحد الممكنات لبرامج تنفيذ رؤية المملكة 2030 منها برنامج تنمية برنامج تحول وطني برنامج تطوير الصناعات الوطنية وخدمات اللوجستية في 2021 دخل الابتكار في قلب الأجندة الحكومية الآن وسيعلن إن شاء الله على استراتيجية وسياسة خاصة في القريب إن شاء الله مخصصة فقط لتنمية القدرات الابتكارية للبلد لمساعدة جميع القطاعات سم باقي دقيقة طيب سريعا قلت لك استطرد أنا دكتور طبعا طبعا هنا أصلت الضوء على بعض النجاحات بعد اعتماد الخطة الوطنية زاد النمو السنوي كان بلغ متوسط النمو السنوي 31% من 2009 إلى 2019 في الانتاج العلمي أيضا على مستوى مجموعة العشرين حتى حتلنا مراكز جدا جيدة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط حصلنا على المرتبة الأولى في البحاث الصحية أيضا على مستوى بحاث الفضاء والطيران وهذا كان حقيقة مفاجئة اللي حصلنا أيضا على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط في سنة 2016 هذه طبعا السنوات لا تهم بقدر ما تهم الإشارات فقط أيضا في موشور جودة الأوراق العلمية حصلت المملكة لأمرات المتقدمة وأيضا حصلت المملكة في موشور الامبراءة الاختراع على مستوى الشرق الأوسط كافظة المركز وعلى مستوى جميع المجالات التحديات التي واجهتها المملكة في ذاك الوقت يمكن أن أتجاوزها بروحة مباشرة للدروس المستفادة أنه بعد دراسة التجربة السعودية في هذا المجال وجدنا أنه ضرورة تبني أطر مؤسسية صارمة لحوكمة منظومات الابتكار الوطنية يتم من خلالها الإشراف المباشر من مركز الحكومة لا يترك موضوع الابتكار للمنظمات لأن كل سيغرد كما يشاء ويكون فيه تكرار كبير في الجهود ليجب على مركز الحكومة تحديد المسهدفات ومجالات التركيز والأولويات مع الفصل التام للمهام والمسؤوليات لتمكيد المسائلة ودعم التركيز على هداف وتحييط تضارب المصالح اللي كان موجود سابقا وتبني سياسات وأطر تنظيمية صديقة ومحفزة لخلق المعارف مشكلتنا الأطر التنظيمية أنا كباحث لا أستطيع أن أسس شركة لا أستطيع أن أبيع معارفي لا أستطيع أن أفعل شيء على الأقل هذا بالتنظيمات السعودية هذا الآن الحمد لله تحت مراجعة شاملة اللي كنا نطالب في 40 سنة سيتم إن شاء الله حلة في خلال 2021 بإذن الله أيضا يجب تبني نماذج تمويل مرينة ومبتكرة تمويل عندنا مشاكل مشاكل المصدر هو مصدر واحد للأسف في جميع البلدان العربية متى ما تأثر المصدر سواء حسب وضع الدولة سعار بترول ارتفعت نزلت دائما يتأثر الابتكار دائما يكون أول الضحايا في أي احتزاز للمالية العامة فلذلك يجب أن تنوع المصادر يجب أن نزيد اهتمام القطاع الخاص في الاستثمار في البحث والتطوير وهذه يعني مشكلة ثقافية مشكلة يجب أن يتم تحفيزهم عن طريق سياسات محددة طبعا مع همية أنه ما زلنا نحن دول ناشئة ضروري أن الحكومة تستمر في الاستثمار في البحث والتطوير أنا إذا يعني إذا الجمهور عندي بعض الانترستنج بس أبخليها أوفلاين اللي حاب يجي بعد بعد الندوح يا الله شكرا جزيلا السلام عليكم طبعا قد يكون فيها نوعا من التضارب مصالح طلب مني أني أقدم عرض عن تجربة سابك ولكن في البداية أحب أشير على بعض من قراءتي عن الكتاب يمكن أشيري إلى نقطة مهمة وحيدة على أساس الوقت اللي هو في الفصل العاشر بعنوان مآل اللغة العربية وتحدث الكتاب عن أهمية اللغة العربية وتحديات وهنا أنا أطرح تساؤل وليس عندي جواب يمكن نحتاج إلى وقفة تقييم وتأمل المستقبل هل يجب أن تكون لغتنا العربية هي أحد ركائز تقدمنا وميزتنا النسبية في جميع المجالات فالمجتمعات المتقدمة يعني مثل اليابان كوريا ألمانيا الصين حافظت على لغتها وحافظت على ثقافتها ولم يمنعها ذلك من أنها تكون في مصاف الدول المتقدمة فهذه قد تكون نقطة يمكن أنها تكون مثار كنت تتكلمنا ويا الدكتور معين على هل هي بحث أو أنها تحتاج إلى قرار سياسي أن هي تعتبر ميزة نسبية بالنسبة لنا لغاها العربية وبرضو يمكن يدخل معنا جميع العالم الإسلامي فاللغة العربية هي تكون اللغة المستقبل بالنسبة لنا طبعاً هذا لا يلغي تعلم اللغات الأخرى ومعرفة اللغات الأخرى واتقاناً للغات الأخرى لكن أنا أعتقد يمكن هذه نظرة يمكن أنها تكون تحتاج إلى تأمل ونحن نطور الآن في استراتيجياتنا طبعاً في الكتاب تكلم على في الفصل الخامس عشر على التعاون وهو مجال أنا أعتقد أنه خصب ولكن قد يكون أنه لو حددنا في بعض الدول العربية أو في العالم العربي إيش الخصائص أو الميزة النسبية بالنسبة لنا في العالم العربي وكيف نعظم هذه والعمل المشترك والتعاون بين جميع الدول في عمل تكاملي وليس تنافسي لأنه زي ما تعرفون يعني يمكن الأفضل معادلة للشراكة اللي هو واحد زائد واحد لازم يكون ثنين ثلاثة أربعة خمسة لأنه إذا كانت بهذه الطريقة معناها أنه بيصير فيه تعظيم للفائدة إذا اشتغلنا مع بعض بيصير فيه نوع من التكامل الكتاب ركز بشكل كبير على القطاع العام ويمكن ما تكلم عن القطاع الخاص وقد أجد لهم العذر أن كثير من المعلومات قد لا تكون متوفرة بسبب السرية أو بسبب أنها ما هي بأولوية الكثير من الشركات في قضية النشر فلذلك أنا أتكلم عن تجربة سابك أو رحلة سابك إذا نقدر نسميها فببدأ في البداية يمكن نتكلم عن الابتكار بشكل عام وأنا أعتقد أن فيه كثير من الكتب وأتمنى سراحاً المكتبة العربية أنها يكون فيها وإن شاء الله أن يكون هذا الكتاب أو كثير من الكتب اللي موجودة نرى الكثير من العناوين العربية للحديث عن مفهوم الابتكار فمفهوم الابتكار ببساطة لهو تحويل نتاج بحث أو براءة اختراع أو فكرة إلى منتج أو خدمة تقييمة هذا ببساطة تعريف الابتكار في عدة أسئلة ونحن نتحدث عن الابتكار وأعتقد أنها أسئلة رئيسية مفصلية وممكن تكون بسيطة لماذا نبتكر وماذا نبتكر وكيف نبتكر ومتى نبتكر فبحاول بقدر المستطاع أن أمر عليها بشكل سريع لماذا نبتكر أنا أعتقد أن العالم الآن يمر بتحديات كثيرة ازدياد السكان فيه تحديات على طلب على كثير من المواد والمواد هذه ممكن تكون منتهية قضية التشريعات التنافسية فهو لما ننظر للابتكار هو الابتكار مفتاح النمو التقدم لذلك أنا عجبني صراحة عنوان مؤسسة في الفكرة العربي اللي هو الابتكار أو الاندفار فنعتقد أن الابتكار الآن ضرورة وحاجة وليس طرف فإذا أحبيت أنك يكون عندك نمو مستدام يكون عندك تنافسية فالابتكار لازم يكون أحد الركائز الأساسية لعملك ماذا نبتكر ونعتقد أن هذه يمكن كثير من التحديات والمشاكل التي تواجهها ليست الدول فقط ولكن حتى الشركات بسهولة تقدر تبدأ البحث أو تختار موضوع لكن هل هذا البحث أو الابتكار سوف يؤدي إلى قيمة في المستقبل أو تنافسية لك في المستقبل فنعتقد أن الاستراتيجية هي المفروض من يقود ماذا نبتكر أو إجابة على هذا وأخذ في الاعتبار الاستراتيجية قد تكون لا يمكن أنها تكون شيء واحد فيكون في قطاعات مختلفة هل ستكون مجرد محافظة أني أنا بحافظة على موقع الذي أنا فيه الآن أو أنها لا أنا أخلق تنافسية ويصير عندي ما يسمى أو أحتاج أن يصير ريادة ونمو فقد يكون في بعض المجالات نكون فيها محافظة وقد يكون فيها منافسة وقد تكون ذلك ممكن إضافة لها التي تكون حاجة يعني أني أنا أطور حاجة بأنني أنا أحتاجها لأنني ما قادر أن أحصل عليها أو فيها نوع من الاحتكار فهذه أنا أحتاج أني أنا فمهم جدا الاستراتيجية أو سواء الشركة أو على مستوى الوطني تحديد ماذا نريد وماذا سوف ننافس فيه وش المناطق أو المجالات التي نحتاج لها ونحتاج نطور كيف نبتكر أنا أعتقد أنها مهم جدا سواء على مستوى مجتمع أو على مستوى شركة وهو ثقافة ثقافة الابتكار وهنا يجب الإشارة إلى أن الابتكار ليس كله بحث وليس كل ابتكار يحتاج أنك تروح للمعمل وتسوي مختبرات أو تسوي براءة اختراع قد تكون فكرة لتحسين خدمة أو تحسين منتج هذا هنا الابتكار فهي ثقافة للكل وليست محصورة في العلماء أو من يجلسون في المختبرات هي للكل تحتاج كذلك إلى بنية تحتية وهذه مهمة جدا وليست ترف في مباني البنية التحتية تشمل أهم عنصر له العنصر البشري لازم يكون عندك مؤشرات أداء ومؤشرات الأداء هذه تكون شيء مستقبلي وشيء آني فمهم جدا أن يكون عندك مؤشرات بحيث أنك تقيس وتغير اتجاهاتك وهذه مهم جدا في الأخير اللي هو موضوع التطبيق وأن الابتكارات تأخذ طريقها إلى التطبيق وتعظيم القيمة أنا أعتقد أن هذه وحدة من الأشياء التي لازم تأخذ في الاعتبار وهذه طبعا الشريحة تقول أن الابتكار هو وظيفة للكل وليس محدود على فئة أو جهة معينة متى نبتكر أنا أعتقد أنه يجب أن نبدأ حالا ولا يوجد انتظار ولا يوجد وقت محدد ولا يجب أن نبدأ فورا الآن أممكن أن أتكلم عن رحلة سابك في التقنية طبعا سابك بدأت في السبعينات زي ما فأحنا بدأنا كمستخدمين أو نرخص التقنيات التي نحصل عليها فكانت البداية في إنشاء أول مركز أبحاث في الرياض في عام التسعين وكان التركيز في ذاك الفترة فقط على حل مشاكل المصانع والدعم الفني بعدين وصلنا إلى مرحلة لتطوير التقنيات وتطوير التقنيات كان لحاجة في بعض التقنيات مثل حمض الخل وكذلك فيها التقنيات اللينير ألف أولفين وتقيين في بعض التقنيات لم نستطع الحصول على تراخيش لها فكانت حاجة لتطوير هذه التقنيات وأثبتنا لأنفسنا وللآخرين نحن قادرين على تطوير التقنيات ووضعها في الانتاج التجاري ثم بعد ذلك التفكير في تطوير المنتجات وهي شيء مهم جدا لخدمة زبائن كذلك الآن وصلنا إلى المرحلة هو أبحاث المستقبل هل أنت الآن تبحث على المدى المتوسط القصير لا يمكن تحتاج إلى أشياء بعيدة ويكون فيها المغامرة أعلى الاستثمار الجري والاستثمار في التقنيات ليس كل شيء لازم تعمله داخل مؤسستك أنا أعتقد أن فيه كثير من الأبحاث الكثير من التقنيات موجودة ممكن الاستثمار فيها والحصول عليها مهم جدا برضو الشراكة مع الزبائن والقرب من الزبائن في إيجاد حلول لهم وهذا حلول تصير قيمة مضافة لنا ولي زبائنا طبعا الهدف الرئيسي أنه يكون فيه ريادة في الابتكار على مستوى العالم فهذه تقريبا بشكل مختصر رحلة سابك في تقريبا الثالثين سنة الماضية ما هي أولويات سابك طبعا الأولويات السابك اللي هو موضوع الاستدامة وهنا الاستدامة تركيز على جانبين الجانب الأول اللي هو مصانعنا ومنتجاتنا وتأثيرها على البيئة اللي نعمل فيها فمهم جدا إيجاد حلول لها كذلك إيجاد حلول لزبائن سابك وتقديم حلول لهم تساعدهم في مواضيع الاستدامة الأسواق والتطبيقات وهذه مهم جدا اللي هو التعامل زي ما تكلمنا على موضوع التعاون مع القطاعات المختلفة في قطاعات الأعمال وتطوير حلول لها المنتجات وتطويرها من ناحية التكلفة وكذلك التميز يعني لازم يكون عندك منتجات متميزة بحيث نتعطيك اللي ما يسمى وكذلك تكون التكلفة منافسة بحيث أنك تقدر تنافس في الأسواق العالمية عمليات التصنيع وأنا أعتقد إنها شيء مهم جدا فيما يخص الموثوقية أو وكذلك التكلفة وتقليلها فهي تقريبا المراكز أو التركيز في سابق هذه بعض الأمثلة يمكن فيه أمثلة كثيرة لكن هذه بعض الأمثلة الحلول في مناطق مختلفة في تطوير بعض المنتجات يعني على سبيل المثال لو نجي على التغليف أو تغليف المواد الغذائية إنتاج مواد بحيث أنها تساعد على أن المواد الغذائية ممكن حفظها لوقت أطول كذلك في مشروع في الطاقة الشمسية وإنتاج الواحي الشمسية ممكن وضعها على مستوى الموايا على مستوى البحر كذلك في موضوع الهواتف وكذلك الكمبيوتر والمواد المرنة هذه برضو من المنتجات العمل مع الشركات الكبيرة هذولي بحيث أننا نطور منتجات معهم كذلك في مجال المغدية فهذه تقريبا يستعطي لمحة عن كثير من المنتجات الموجودة الآن في السوق تعاون مع الزبائن السابق في تطويرها واخذت ومجالها للسوق طبعا ممكن نتكلم شكل عام وهو عدد المشاريع البحثية وما أعتقد العدد هو مهم ولكن هذا يعطيك الزخم الموجود العالمية 25 تقنية هذه تملكها سابق الآن زي ما بدأنا بدأنا ما عندنا ولا تقنية الآن عندنا 25 تقنية بدأنا نرخص بعض هذه التقنيات عندنا أكثر من 90 ترخيص أكثر من 10 براءة اختراع 10 ألاف طبعا عدد البراءة الاختراع الآن بدأنا نفكر في الكيف وليس في الكم في البداية كان الكم مهم عدد الباحثين 2000 عندنا 21 مركز حول العالم طبعا لما نسأل عن المراكز وين موجودة موجودة في الأسواق بالقرب من زبان بالقرب من مصانع الموجودة حول العالم عندنا أكثر من 50 شراكة مع الجامعات سواء في المملكة أو خارج المملكة وسنويا سابك تقدم للأسواق أكثر من 150 منتج فهي تقريبا يعني لمحة شاملة عن رحلة التقنية أو الابتكار في سابك وإن شاء الله يمكننا أخذ الأسئلة في النهاية فالآن نتوجه إن شاء الله لمتحدثة دكتورة منيرة جمجوم دكتورة في التعليم جامعة إكسفورد شريك مؤسس إمكان التعليمية وكذلك شريك مؤسس ومدير تنفيذي منصة عناب هي منصة تدريب الرقمي للمعلمين وشريك مؤسس ومدير تنفيذي لمنصة عناب للتطوير المهني للمعلمين العرب دكتور منيرة يمكن نفس السؤال اللي طرح للمتحدثين اللي هو الرأي في الكتاب إجمالا والأشياء التي لفتت نظرك خصوصا الجوانب متعلق بالتعليم والموارد البشرية وكمتخصصة في هذا المجال ما هي نظرتك الحالية والمستقبلية للتعليم في العالم العربي شكرا دكتور بسم الله رحمه رحيم من حضور الكرام شكرا لمؤسسة الفكر العربي ولجائجة الملك فيصل على هذه الندوة المهمة ستكلم بشكل عام عن الكتاب أنا طبعا بدأت أقرأ في الكتاب الأسبوع اللي فات وما شاء الله تبارك الرحمن الكتاب مرجع فأحيانا الواحد لازم يدخل في فصول معينة يتعمق في هذه الفصول ويفكر في سياق هذه الفصول في عمله الخاص فأنا بدأت أتفكر في سياق الكتاب فيما يتعلق بمنظومة التعليم في العالم العربي بشكل عام أنا اليوم أمثل القطاع الخاص تتكلم الدكتور الفاضل عن أهمية القطاع الخاص عن أهمية ريادة الأعمال ريادة الأعمال من أهم المنظومات اللي تدعم عملية الابتكار نحن الآن في المملكة استضفنا المنتدى العالمي لريادة الأعمال G-E-C قبل شهرين تقريبا وكنت متواجدة في المنتدى والصراحة كان فيه بوادر ممتازة عن منظومة ريادة الأعمال في المملكة في الكتاب غطى مواضيع كبيرة, التنمية الاقتصادية غطى موضوع الاستدامة غطى موضوع البخوت والابتكار أركز في قضية التعليم على موضوع التعليم العالي وأداء الجامعات أنا أبغى أخذنا على وراء شوية وأتكلم عن الأساسات اللي نحتاجها, هل نحن عندنا فعلا التعليم اللي بيساعدنا على الابتكار في العالم العربي اليوم أو لا فحرجع لوراء شوية, حرجع للطفولة المبكرة, حرجع لمنظومة التعليم العام, اللي هي تدعم منظومة التعليم العالي وهل هذه الأساسات موجودة بالنسبة لنا أو لا فنرجع لورة شوية منظومة التعليم في العالم العربي بشكل عام أنا حتكلم عن الكيتو 12 يعني من الطفولة إلى التخرج من المدرسة عندنا في العالم العربي تقريبا 140 ألف مدرسة معظمها تعد مدارس حكومية لأن المنظومة بشكل عام في العالم العربي ما زالت تعتمد بشكل كبير على المنظومة الحكومية للعاملين في هذا القطاع عندنا تقريبا 3 مليون معلم عربي وإن شفت الكتاب أشار إلى يعني الابتكار في تأهيل وتدريب المعلم العربي اللي هو مجال عملي اليوم وعندنا تقريبا 51 مليون طالب يدرس في المدارس في الدول العربية طبعا إذا حسبنا الأعمار ما بين صفر إلى ثلاثة وما بين الجامعة ممكن توصل لمية مليون طالب لكن أنا بتكلم على الأطفال الموجودين في المدرسة اليوم اللي حابة أركز عليهم خلينا ننظر بشكل عام أنا حتكلم على المنظومة العربية بعدين يمكن حركز على السعودية شوية والابتكار اللي إحنا بنحاول لنفذ اليوم في أشياء مشرقة لكن أنا أتمنى أني ما أتكلم عنها بعد خمس سنين الأشياء المشرقة بشكل عام هي الإنفاق على التعليم بشكل عام الدول العربية تنفق إنفاق عالي ترى على منظومة التعليم يعني ما نقدر نلوم يعني الإنفاق للدول العربية إحنا ننفق حوالي 5.3 من إجمال الناتج المحلي في الدول العربية المتوسط العالمي هو 3.2 3.2 تقريبا من إجمال الناتج المحلي يصرف على التعليم فإحنا صرفين عالي فكدول العربية ترى تفوقنا في موضوع الصرف لكننا لم نتفوق في موضوع الجودة وفي موضوع الكفاءة نسبة للتحاق شيء مشرق صراحة إحنا حققنا تقريبا نسبة للتحاق كاملة في التعليم الابتدائي برافو للدول العربية حققنا نسبة للتحاق مرتفعة جدا في تعليم البنات الآن وفي تعليم البنين فأنا ما أريد أن أتكلم عن نسبة للتحاق بعد خمسة سنين لأنه اليوم البنك الدولي بيقول نسبة للتحاق ما هي مؤشر أداء تميز القطاعات التعليمية فإن شاء الله في الندوة القادمة ما نتكلم عنها محوى الأمية حققنا شيء كبير في محوى الأمية في الدول العربية لمعنها الآن الدكتور فهد الفجوة بين الجنسين نحن عندنا فجوة عكسية في بعض الدول العربية البنات يتفوقون على الأولاد في أداء الاختبارات الدولية خصوصا في اختبارات بيزا واختبارات تمز في الصف الرابع وفي الصفوف العليا أيضا بدأنا نرى بوادر من 2019 في الاستثمار الجريء في قطاع التعليم هذا ما كان موزود سابقا كانوا ما يحبوا يستثمروا المستثمرين في قطاع التعليم الآن بدأنا نرى بوادر في هذا الاستثمار اللي ممكن يدعم منظومة الابتكار اللي يتكلموا عنها الزملاء ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي اللي ذكرت في الكتاب بشكل مفصل وأداء الجامعات بشكل مفصل أيضا فيها تحسن بشكل عام لكن تشير كل الدراسات إنه إحنا عندنا مشكلة حقيقية أدش لي مو مشكلة هي يعني فعلا شيء يجب الانتباه له هو تحدي كبير عندنا ما يسمى بفقرة تعلم دول الشرق الأوسط تعاني من 63% من فقرة تعلم يسموا learning poverty هذا تقرير جديد نزل من الولد فانك إيش معناه هذا الكلام؟ معناه أن الطفل اللي عمره عشر سنوات ما يقدر يقرأ كتاب مناسب لعمره بطلاقة بلغته الأم اللي هي اللغة العربية فهذه مشكلة كبيرة موجودة عندنا وإحنا يعني نعتبر الثاني بعد طبعا اللي هي الدول الأفريقية فجزء يبغلنا ننتبه عليه سواء كانت الدول الغنية أو الدول الفقيرة النقطة الثانية أنه إحنا أداءنا في اختبارات فيزا دائما أيضا في الثلثة الأخير أو يعني الثلثة الأخير من الدول في الآداء بالإضافة إلى أنه أداءنا أقل من المتوسط في الاختبارات الدولية ففي مشكلة حقيقية في الآداء المشكلة الأكبر اللي إحنا هي تؤثر على منظومة الابتكار لكن إحنا ما نشوفها اليوم لأنه تأثيرها بعد عشرين سنة هذه التشارت الالتحاق بالتعليم المبكر في منطقة الشرق الأوسط تسعة وعشرين في المئة ما بين خمسة وعشرين لتسعة وعشرين في المئة للأطفال اللي عمرهم زيرو تو ثري أو زيرو تو فايف وهذه مشكلة كبيرة لأنه تؤثر على أداءه في المدرسة تؤثر على أداءه في الجامعة تؤثر على قدرته في الحصول على وظيفة لاحقا وأنه نعطيه هذه الدافعية من بدري فمقارنة بالمناطق الأخرى منطقة الشرق الأوسط لازم تركز على الطفول المبكرة وأسعدني كثيرا تركيز المملكة في برنامج تنمية القدرات البشرية على الطفول المبكرة عندنا هدف رائع نقل الانتحاق في الطفول المبكرة من عشرين في المئة إلى أربعين في المئة بعشرين خمسة وعشرين وهذه نقلة نوعية في شيء تاني تحدي لازم ننتبه عليه وهذا التحليل عجبني جدا لأداء الدول العربية في اختبارات بيزا قارنوها بعدد الأشهر اللي يحتاجها الطالب عشان يصبح أداء مماثل للدول المتميزة زي الصين سنغافورا اليابان كوريا الجنوبية فخلينا ناخد على سبيل المثال طالب في السعودية يحتاج تمانية وخمسين شهر عشان يوصل بنفس أداء طالب في الصين اللي عمره خمسة عشر سنة فيه اختبارات فيزا فيحتاج تمانية وخمسين شهر إضافي فعندنا فجوة التعلم حقيقية تؤثر على عملية الابتكار لاحقا يجب أن يتم الانتباه عليها إيش الابتكار اللي إحنا حاولنا نسويه وجد كثير من الدكاترة الأفاضل بيتكلمون أنه إحنا لازم ننزل المنتج على السوق في آخر نقصتين في عملية الابتكار غير موجودة حاولنا فعلا ننزل منتج مبتكر في تقنيات التعليم في السوق وهو منتج يهتم برفع جودة أداء المعلم العربي لما نظرنا إلى جميع البحوث وجدنا أنه كفاءة النظام تعتمد على أداء العاملين في النظام العاملين في النظام في النهاية هم المعلمين فكيف نرفع إحنا جودة المعلمين الطالب يتأثر جدا سرعة تعلمه وأداء تعلمه إذا كان بيتعلم من معلم جيد ففكرنا كيف إحنا ممكن نبتكر رؤيتنا أنه كل متعلم يستحق معلم مميز فأطلقنا شيء اسمه ابتكار منصة تقنية اسمها منصة أعناب من خلال منصة أعناب نحن نمكن المعلم العربي أعناب إيش تسوي فكرة أعناب هي منصة تدريب مفتوحة ناخد فكرة الـ Online Learning والـ Open Learning نجيب كل الدورات التطوير المهني الموجودة في الجامعات العالمية من هارفرد من كيمبرج من سنغافورة نقدمها باللغة العربية وبأسعار متاحة ومعقولة للجميع نقدم هذا المنتج للمدارس للمعلمين ومن وقت ما أطلقناها اشترك تقريبا نحن أطلقناها من سنة ونص أنا لم أتوقع هذا الإقبال من المعلمين في 120 ألف معلم ملتحق بيأخذ دورات على المنصة عندنا أكثر من 200 ألف التحاق على المنصة وطبعا أول ما أطلقنا كان فيه تحديات في منظومة الابتكار لأنه ما كان فيه Regulatory Framework أو منظومة لحوكمة عملية التعليم عن بعد طبعا بعد كورونا هذا الشيء تغير كثير فأيضا كان شيء جيد بالنسبة لعملية التعليم عن بعد واحدة من الأشياء المهمة في عملية الابتكار اللي إحنا بنحاول نشتغل عليها هي قياس فعالية الابتكار اللي بتشتغل عليه جميل إنه إحنا نطلق مبادرة التعليم عن بعد ونركز على تدريب المعلمين عن بعد ورفع آداءهم وكفاءتهم لكن هل عملي فعلا يحقق أثر أو لا وهذه أعتقد إنها جزئية مفقودة عندنا في منظومة الابتكار بشكل عام فبدأنا إحنا الآن بشكل بسيط وعلى استحياء ما أقدر أقول إنه إحنا فعلا نعرف أثر المبادرة حقتنا ولا لا النقيس أثر المبادرة فسألنا المعلمين عندنا هل كان للتدريب المهني على منصتنا أثر على حياتك المهنية أن استغربنا الجواب إنه أكتر يعني تقريبا 95% قالوا نعم فمعناها كان فيه تعطش للحصول على المعرفة والمعلومة والحصول على هذه المعلومات باللغة العربية لماذا كان الالتحاق بالتطوير المهني إحنا اليوم بنتكلم عن Life Long Learning التعلم من الحياة وهو مهم جدا بالنسبة لمنظومة الابتكار الجزء الأكبر قال إنه 72% منهم التحقوا بالتطوير المهني عن بعد فقط للبقاء على الطلاع بأحدث الممارسات فهذا أيضا بادرة تدل إنه فعلا فيه اهتمام بالتعلم وبشكل عام بالتعلم عن بعد وتطوير الذات بشكل دوري اليوم أنا بتكلم عن قطاع التعليم لكن المملكة اليوم بتستثمر في التعلم مدى الحياة في أكثر من قطاع وفي كل القطاعات الاستراتيجية اللي احنا بنشتغل عليها وأيضا هذه فرصة كبيرة للدول العربية في التركيز على هذا الشيء عندنا في الأردن مبادرة إدراك للملكيرانيا اللي تركز على التعليم المفتوح هو الوصول للجميع وعندنا أكثر من مبادرة عربية تركز على هذا المجال فبدأنا في عملية قياس الأثر لست سعيدة تماما بقياس الأثر اليوم لكن أعتقد هو شيء احنا حابين نشتغل عليه في الفترة القادمة عشان أختصر الموضوع أنا يعني مجال ابتكاري هو في مجال تقنيات التعليم لأول مرة يصدر قائمة بأفضل خمسين شركة ناشئة في مجال تقنيات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وأنا أسعدني جدا لما طلع طبعا إحنا الحمد لله كنا أحد هذه الشركات الناشئة لكن أسعدني جدا أني أنا أعرف إيش فيه في المنظومة العربية إيش فيه في دول العالم العربي ابتكارات تنقل التعليم من التعليم التقليدي إلى إحنا سين اللي بغنكون فعلا في المستقبل فكان التقرير بيقول أنه هي ما زالت شركات صغيرة ما في دعم واستثمار كبير لهذه الشركات لكن على الأقل في وجود لهذه الشركات اليوم بشكل عام عشان أختصر يعني الحديثة اليوم لبعض التوصيات في هذا المجال لنقل التعليم والنهوض بالتعليم في منطقة الشرق الأوسط أعتقد من المهم كدول عربية نمحركز على دولة أو دولة لكن نركز في النقاط الألم المشتركة نقاط الألم المشتركة هي الطفولة المبكرة والتعليم الجامعي في كل الدول العربية هذا ألم مشترك فحنركز على حتى لو تركنا المدرسة المدرسة مهمة لكن إذا عندنا طفولة مبكرة ممتازة وعندنا تعليم عالي ممتاز يؤدي إلى قدرتنا على الحصول على الوظيفة فنركز على فين المؤشر بيقول لنا في نقاط حمراء الشيء الأخير أنه نركز على السياسات داعمة للإبتكار على سبيل المثال تفعيل الخصخصة لا أعتقد أنه إحنا كدول عربية في بعض الدول نجحت في التفعيل الخصخصة بعض النماذج ضغط أو كاهل على القطاع الحكومي تجويد التعليم من خلال قياس الأثر وقياس أثر الابتكار بشكل عام وجود الاختبارات الوطنية لقياس مخرجات التعليم عشان نعرف إحنا الكادر البشري عندنا حيقدر يبتكر ولا لا دعم الاستثمار في التعليم بشكل عام سواء كان استثمار أجنبي أنا فخورة جدا أنه اليوم إحنا فتحنا الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم في المملكة بعد فترة طويلة من النقاش في هذا المجال دعم الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم وتقنيات التعليم إيجاد منظومة للارتقاء بالمعلم العربي اللي هو مجال ابتكارنا ودائما أتكلم عن اللامركزية وفي ناس يختلفوا معايا في هذا الموضوع لكن الابتكار يحتاج إلى شجاعة الشجاعة تحتاج إلى لامركزية أنك تستطيع أن تخلق شراكات مع جهات حكومية جهات محلية إدارات تعليمية مختلفة ليستطيع أن ينتقل الابتكار فعليين إلى المدرسة والطالب وشكرا لكم شكرا دكتورة ميرا الآن مع الدكتورة مها المزيني أستاذ مشارك متعاون جامعة الملك سعود وجامعة الفيصل علم عالم في أبحاث ورئيس قسم أبحاث العوز المنائي مستشهر الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث دكتور مها نفس التقريب من السؤال اللي هو رأي مجمل في الكتاب وأشياء لفتت نظرك في الكتاب خصوص الجوال بمتعلقة بالابتكارات والبحث للعلم التطبيقي وأبحاث المستقبل كذلك تعطينا كباحث متخصصة تقييمة الوضع الراهن والنظر المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم أساسة فكر العربي جائزة الملك فيصل أود أشكرهم على هذه الندوة لمناقشة الكتاب صراحة سعت كثيرا بقراءته كانت قراءة ممتعة فيها معلومات غنية وإحصائيات يعني مجملة عادة إحنا لما نسوي دراسات على الإدوكيشن ولا الأبحاث نادرا ما نحصل تكون متكاملة فالكتاب هذا أعتقد سيكون مرجع إن شاء الله بالمنطقة باختصار الكتاب صلت الضوء على كل التحديات سواء التحديات في التحول سواء كانت في المعرفة ولا الابتكار وعلقتهما في التنمية البشرية والاقتصادية بس من أهم النقط أنا يعني أبشرح أشياء بسيطة اللي حطها بالكتاب اللي لها علاقة بالمهنة حقتي وحب أعطيكم شوية من رأي بسيطة من أهم النقاط اللي ذكرها بداية الكتاب مثل ما ذكروها لساتد الفضلاء هنا إنه نسبة لسكان العالم العربي 6% وأكثر الفئة هم فئة الشباب بغض النظر عن الإمكانيات الموجودة أو المواد والإمكانيات هذول اللي يعتبرون كنز ولازم نستثمر وندعمهم ونوجههم بطريق الصحيح برضو من الناحية الإنتاجية البحثية تطرق المؤلف عن إحصائيات المنشورات البحثية لكل بلد من البلدان العربية بهدف أنه قياس قوة الإنتاجية لكن أرى أن المقارنة المناسبة والأفضل تكون بالمستقبل مش بس على العداد لأنه هذه تدني مستوى الأبحاث إذا استمرنا كذا بنفكر بالعدد المفروض أنه نقيسها على تأثيرها والمحتوى البحثي وتأثيرها بالمجال التطبيقي العملي وكم عدد الاقتباسات لها في مقالات أخرى براءات الاختراع ذكر أنه نسبة البراءات الاختراع من المبتكرين والبحثين في المنطقة قليلة نسبيا وأعتقد أنه هذا من وجهة نظري المتواضعة أكيد كانت من قلة الوعي سابقا ولكن الآن بما نشاهده أنه كثير صارت في توجهات لإنشاء حيئات خاصة وقوانين وطرق سهلة للتسجيل فأعتقد أنه القادم أفضل سنلقى هذه النسب إن شاء الله بزياد بالنسبة للابتكار أود أشير إلى نقطتين مثل ما تفضلت الدكتورة ميرا إحنا لازم نبدأ يعني ما نقدر نطلب من العلماء أو الطلاب الجامعات يلا ابتكروا هذا لازم نبدأ من الأساس العالم يتغير بسرعة هائلة والتكنولوجيا تتغير بسرعة هائلة وكمية التنقل هذا يحتاج يحتاج بنا أنه نجهز الجيل القادم لهذه الوظائف المؤهلات لهذه الوظائف طيب كيف نقدر نسويها هي ثلاث نقاط لازم نستثمر لازم نبني ولازم نحفز الاستثمار بغض النظر عن أي المواد أو الموارد المتاحة لأي بلد الاستثمار بالتعليم في مجال الأبحاث العلمي أنا حين أركز على المجال البحث العلمي زي مثلا مؤسسة الملك فيصل الخيرية مؤسسة الملك عبد الله موهبين مؤسسة الملك خالد رحمه الله جميعا هذه كلها مؤسسات تساند وتساعد في أمتها في الأبحاث و ثانيا البناء نحن لازم نبدي جيل يكون قادر على هذه المؤهلات مو بس نعطيهم مثلا المحاضرات بالفصول لازم يسيروا في عمل تطبيقي لازم يكون في عندهم حس تطبيقي فمثلا تخيل أنك تكون عندك الوقود الوقود هي الوقود مع النار يبغلها بس شرارة وحدة صح؟ على أساس أنك تشعل فيها في النار فهي الابتكار لازم كده يعني هذا مثال بسيط بس أنه تعطي الطلاب حس الابتكار من الصغر بالإضافة ذكر الكتاب أنه عن الميديا واللي هو السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي وأعتقد أنه مثل ما ذكر أنه الفئة الأكبر في مجتمعاتنا الآن هم الشباب والشابات فأفضل طريقة للوعي بالأبحاث والابتكارات وتشجيعهم بالشيء هذا يكون بالتواصل الاجتماعي التحفيز آخر نقطة أنه لازم يكون التشجيع سوري هذه غلط فيها طيب النقطة النقطة الثانية في موضوع الابتكار مثل ما ذكر الدكتور عبد العزيز المالك أنه في عام 2016 أعلنت المملكة العربية السعودية الفيجن 2030 وطبعا هي خطة أموحة لزيادة التنوع الاقتصادي والمملكة وتقليل الاعتماد على النفط ويعد قطاع التكنولوجيا الحيوية من أهم ركاز التنوع الاقتصادي فتطوير هذه التكنولوجيا الحيوية هي تطوير اللقاحات وعلاجات الجديدة وهذه ستعيد تعريف الرعاية الصحية في القرن الـ 21 من أهم أهداف هذه 2030 في مجال التكنولوجيا الحيوية هي بس أنا أناقشكم بالموضوع اللي هو المجتمع الحيوي إيش معنات المجتمع حوي لما نرجع نقول البابيليشن السعودي الآن وغير البابيليشن العالم العربي أكثر الفئة فيها أقل من عمر ثلاثين سنة فأنتو بعد عشرين ثلاثين سنة حيكون عندك الفئة كبار السن أكثر فإحنا الأبحاث الآن التوجه الأبحاث في المجال العلوم الصحية والطبية هي إيجاد حلول للأمراض المزمنة أو النهي يعني أنه التعاون بين الدول العربية كما ذكر المؤلف بالكتاب أنه ضعيف جدا وأنا أعتقد أنه هذا يبغى لنا نشتغل عليه وآخر شيء أختم فيها الدروس المستفادة من جائحة كورونا إحنا خلصنا كورونا وإن شاء الله تكون هذه آخر جائحة ولكن من وجهة نظري كعالمة أوبئة أنا ما أعتقد أنه هذه الجائحة خلصت أو أنه ستكون آخر وحدة فلذلك لازم إحنا كلنا كدول عربية مثل ما قال الدكتور عبدالعزيز نتحد وناخذ القدرات القوية من كل بلد ونستثمرها مع بعض لأن الفيروسات والأمراض المعدية ليس لها حدود يعني من قراءة الوضع الراهن ممكن نقدر نسوي صندوق استثماري طويل يكون مستدام ويعتمد على الأمراض المزمنة أو الأوبيئة التي تكون ناتجة بهذه المنطقة أنها تكون تدعم وإن شاء الله يعني إليمنيتر لأنه الشيء الثاني في إجزامبول من هذه الصناديق إذا كنتوا عارفين الوان هلث ولا رديس هذولي كلهم من عملت أيام إبولا فهما اجتمع 16 دولة في إفريقيا to make this الاستثمار لقضاء عن إبولا فأحنا أعتقد أنحنا المفروض أن نقوم بشيء هذا إن شاء الله تكون كورونا يعني ننظر لها بعد 10 سنين أنه هي فترة يعني كانت مخيفة لنا بس بنفس الوقت تعلمنا منها درس وأدت إلى ابتكارات كثيرة وسريعة شكرا شكرا دكتورة مها أنا أعتقد أن المتحدثات والمتحدثين أثروا هذا المساء بالعديد من الأفكار وكثير من المحاور نطرح الآن أو نفتح المجال لبعض الأسئلة فضل السلام عليكم أسعد الله مساءكم جميع أبدا 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 أكتم نفسك دكتور محمد المسعودي مدير عام الإدارة عامل التواصل المؤسسي بمؤسس ملك عبد العزيز ورجال موهوبة والإبداع شكرا جزيلا حقيقة لجائزة ملك فيصل ولمؤسس الفكر العربي على هذا الحراك الفكري في هذا المحور حقيقة فيما يخص الإبتكار والمعرفة والتحول نحوهما طبعا لعلي أبدأ زي ما ذكرت تضاروا مصالح دكتور لعلي أولا نشكر شركة سابك حقيقة وهي الآن شركة سابك ترعى 35 طالب وطالبة من مؤسس الملك عبد العزيز هما الآن في قاعات التحكيم في آيسف معرض آيسف الدولي في أمريكا في أطلنتا حاليا وبعد يومين بإذن الله نسمع أخبار ومنجز وطني قدير من طلاب موهبة والتعليم العام شكرا لسابك ورعايتها أيضا في نقطة حقيقة لعلي أضيف الأستاذ القدير الأستاذ الدكتور سعد الحاج بكري مؤسس الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع قامت من العام الماضي من عبر العام الماضي 2021 بتجربة أو مبادرة الموهوبون العرب هذه المبادرة نحو اكتشاف الموهوبين العرب في جميع دول عربية كانت النسخة الأولة حقيقة كنا متفائلين ولا زننا حقيقة كان المشتركين من الدول العربية طبعا بالتنسيق مع منظمة الإلكسو كان المشتركين تقريبا 15 دولة وصلت إلى 12 دولة تقريبا كان المشاركين 800 طالب تم اكتشاف المواهب الاستثنائية إلى 240 طالب وطالبة من الموهوبين في العالم العربي مؤسسة الملك عبد العزيز وممثلة في الممكة العربية السعودية هؤلاء الطلاب لن تقوم فقط بالاكتشاف بل نحو الجزء الثاني وهو الرعاية ثم بعد ذلك إلى التمكين بإذن الله عز وجل الرعاية ستكون في صيف هذا العام بإذن الله عز وجل جميع الطلاب المكتشفين للموهبة الاستثنائية ستستضيفهم الممكة العربية السعودية ستقدم لهم برامج إثرائية برامج إثرائية متعددة حقيقة وجزء كبير جدا مشاركينا أيضا مدينة الملك عبد العزيز العلوم الدكتور فهد يضحك تضارب صالح مع الجميع لكن حقيقة هذه التجربة رغم أنه تقريبا 12 دولة ولكنها تجربة فريدة ونحن متفائلين بهذا الحراك في اكتشاف الموهبة والإبداع في العالم العربي النسخة القادمة متفائلين أيضا أنا أحببت حقيقة لفت الانتباع والإضاءة على هذا الاتجاه نعم نعيش بعض المعويقات لعلي أسميها تحديات في مجال الابتكار والمعرفة هذا ما أحببت أن أشاركم فيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا لا سمحته أسئلة تفضل دكتور وحيد أقول لا السلام محمد الله السلام عليكم دكتور وحيد المصري جامعة الملك سعود كلية الهندسة الحقيقة أنا بضيف لدكتور سؤال هو طبعا السؤال لماذا نبتكر والحقيقة الظروف اللي بدت من شهرين أو ثلاثة شهور في العالم أصبح السؤال ملح لماذا نبتكر وتضح أنه في داخل العالم الغربي الآن اللي يمتلك كثير من من التقنيات سواء الطبية أو العلمية أو الهندسية يحارب بعضه بعضا في منع هذه التقنيات عن عن الجزء الآخر وهذا قد يحدث وهذا قد يحدث لنا أيضا في أي مرحلة من مراحل عندما تتصادم يعني الاهتمامات قد يمنع عن نوع من أنواع التقنية بسبب المصالح الجيوبوليكي اللي في المنطقة ولذلك هذا أحد الأسباب اللي أنا أريد أنه يعني شركة الدكتور فهد والمدينة مثلا يعني الجواب عن هذا السؤال السؤال هو الابتكار مهم جدا في ملك امتلاك التقنية بسبب أنه هذه الحالة الحالية اللي نشوفها الآن قد تؤثر على أعمال لا يقدر الله لشركة كبيرة جدا مثل الشركة السابت تمثلك يعني كثير من المصانع في كل عالم في كل مكان ولهذا هذا يكون يعني هل هو محفظ لزيادة البحث العلمي والابتكار داخل الوطن العربي وداخل المملكة كمكان أو توسيعه لأنه وقف الدعم أو نقل التقنية أصبح الآن واضح جلية من هذه الأربع شهور الماضية أنه يمكن أن يحدث في أي لحظة وهو يحدث بين الدول الغربية الآن بينهم من بعض منع التقنية ومنع الغذاء ومنع حتى استخدام بطاقة تنبيتا شكرا الدكتور رحيم طيب دكتور طبعا أنا شارك الدكتور بالرأي هذا ومو بس حتى في لزمة الأكرانية الروسية أي انقطاع لسلاسل المداد يحدث فجأة حتى بسبب كورونا شفنا يمكن أنها بينت أكثر حقيقة عندنا انقطاع بعض المواد الأساسية عن السوق لأنه يعني في مقولة تقول شراء التقنية لا يعني امتلاكها نحن نستثمر كثير في شركات التقنية وكذا ولكن حقيقة إذا ما عرفنا إسرارها وكيف تعمل لن نملكها لن نملكها فأنا اتفق معك هي طبعا الابتكار يزيد قدرات الدول حتى المنظمات ولكن حتى على مستوى الدول أنها تكون مور ريزيلينت صلبة أكثر وفي مجابهة الأزمات أنا أذكر لما صار في في فسط الجائحة المملكة رأت كيف ممكن لأنه مثلا صدر قرار أمريكي مثلا كل الجهات المستفيدة من من عملية وورد سبيد هذه اللي كان عدا يقودها عربي باي ذوي الدكتور مصف السلاوي هو اللي قاد أسرع عملية في التاريخ في تطوير اللقاحات فحنا عندنا العقول بس ناقصنا الإيكو سيستم فكل الشركات اللي استفادت من تمويل مباشر من الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالنظام وبالقانون هناك منعت من التصدير للخارج حتى أخذ الإذن من الإدارة الفيدرالية عشان كذا تشوفون مثلا إحنا مودرنا ما وصلنا إلى بعدين بينما فايزر لأنها جاينت وكبيرة وما اضطرت تأخذ تمويل كبير من الحكومة العملكية فقدرت الحمد لله تصدر لنا وكذا وجاب هنا في الأزمات الدول ستقفل أبوابها على كل التقنيات يجب على الدول العربية أن تمتلك على الأقل الحد الأدنى من القدرات في أغلب المجالات وعليها أن تبني الكتل الحرجة في المجالات التي تناسب اهتماماتها وتوجهاتها والتي يحددها طبعا أرجع وأقول مركز الحكومة أنه لازم يكون فيه تواعم بين أجندة الإبتكار مع الإنجدات الأخرى في أي منظومة وطنية حكومية شكرا جزيلا شكرا جزيلا يمكن فقط أنا أضيف أنا أعتقد أنه مهم جدا تكلمنا على موضوع الاستراتيجية وأن قد يكون أحد الاستراتيجيات اللي هو الاكتفاء الذاتي طبعا لا يمكن أنك تكتفي ذاتيا في كل شيء يكون عندك أولويات وفي هذه الأشياء هي بالنسبة لي أولوية يجب أن أمتلكها بأي قيمة يعني ما أنظر للقيمة التجارية ولكن تكون شيء قيمة استراتيجية وليس في كل شيء أبضل بمثال خلال الجائحة كانت وصلت المملكة إلى حد موضوع توفر الأشياء بسيطة الكمامات وكذلك المعقمات فبمبادرة من سمو وزير الطاقة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة وسابك وبعض الشركات اللي كانت فيه إمكانيات داخل المملكة الآن صرنا نصدر الكمامات وصار فيه تصنيع حتى للمواد المستخدمة للمعقمات فهذه يعني يعطينا بارقة أمل أن بالتعاون وتحديد الأولويات في عندنا من الإمكانيات أننا ممكن نواجه بعض التحديات ولكن أنا أتفر معي دكتور شكرا دكتور دكتور محمد مراياتي رفيق دكتور عمر والدكتور معي للخمسين سنة الماضية والآن مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط وخبير في الأمم المتحدة من 25 سنة الماضية لنعلق يعني الكتاب أعيش معهم به كما ذكرت ولكن لي سؤال للدكتور محمد أي أولا أقول أن الكتاب يعني إنجاز كبير في مكتبة عربية ضعيفة في هذا المجال في توقيت نحتاجه يعالج تحديات من ممارسين على الأرض حتى للحمسين عام الماضي ومن متابعين فلا أريد يعني أن أعلق سؤال أي كاذب أي مؤلف في نهاية التأليف والنشر يسأل نفسه ويقول ليتني عالجت النقاط التالية وقد يعني لم أذكرها وإذا سأكتب من جديد سأتحدث عن النقاط التالية ما هي هذه النقاط من الدكتور معين شكرا نحن بنعطي وقت لدكتور معين في النهاية إذا في وقت على أساس أنه برضو يأخذ كل ما تم مناقشته وتجاب على أسوالك إن شاء الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيلان الشمراني مدير بركز الإعلام من صحفي الوطن مساعد رئيس تحرير صحيفة أخبار وكاتب بصحيفة اليوم كنت أتمنى أن تصلنا نسخ حقيقيا نحن نتكلم كصحفيين كيف أسأل ونواني قرأت الكتاب ولا مرة علي كنت أتمنى وإذا جاءت الدعو يصلنا لو نسخها يعني بي دي اف لنستطيع أن نتكلم عن عنوان مهم جدا حقيقة لكل عربي سؤالي أين الضخي الإعلامي لتذويب هذه التحديات نحو المعرفة والابتكار عندنا جهاز إذاعة تلفزيون والخليج لا أدري كيف سيكون تعاون معه ولا لا البرامج الإعلامية مهمة جدا كصحافة إعلام مري إلى عم سموع التواصل الاجتماعي وقوتها وأثارها هذه يمكن السؤال البحوث أيضا استراتيجيات نتكلم عنها كثيرا لكنها حبيثة الأدراج للأسف يمكن تجد الشخص التنفيذي هو أكثر شخص يبادر وينجز استراتيجي أربع خمس سنوات صح نحتاجها لكن الآن هناك تسارع أتمنى استراتيجية تكون أقل من التنفيذ تكون سطور معينة ثم يبدأ التنفيذ مباشرة التعليم يحتاج شبابنا جاهزين لكن كيف نوصل لهم حب المعرفة والابتكار تغريدة بسيطة كنت أتمنى والله في حين نتكلم عن الفكر العربي مؤسسة رائدة وجائزة رائدة أن تكون كل كلماتنا باللغة العربية لا نحتاج أن ندخل ألفاظ إنجليزية لغة العربية ثرية وغنية شكرا لكم جميعا شكرا لك أنا أعتقد يمكن على موضوع الإعلام يمكن الدكتور معين لأن فيه في الكتاب نفسه أشار أو فيه قسم عن الإعلام ودوره والتحديات التي واجهها أنا أعتقد يمكن يشير له لكن في موضوع التعليم يمكن إذا دكتور معهم ميرا عندهم تعليق على موضوع التعليم بالنسبة لتحفيز الطلاب على موضوع الابتكار الذي حضرتك سألت عنه أعتقد في أكثر من طريقة في عمل هذا الشيء أولا لازم يكون مفهوم الابتكار أساسي في منهجية التعليم في بلد معين إذا كان مفهوم الابتكار غير أساسي سواء في المعايير الأساسية في طريقة بناء المناهج في طريقة تدريب المعلمين في ما يتوقعه أولياء الأمور من المدرسة فهو فعليا لن يصل إلى الطالب يعني كل دولة إنت تنظر إليها على طول ستعرف ما هي فلسفة التعليم في هذه الدولة هل الابتكار هو أساسي يجب أن تتضمن مفاهيم الابتكار في التعليم العام فهذه النقطة الأولى من ناحية فلسفية ثم تصل إلى المنظومة التعليمية والطالب والمعلم تحتاج في المنظومة التعليمية أشخاص يقدروا الابتكار لأن الابتكار أحيانا أشياء بسيطة أنك أنت تسمح للطالب أن يفكر خارج الصندوق وزي ما تفضل وتكلم دكتور عبد العزيز أنه ليس خطأ أن تفكر خارج الصندوق ولن أعاقبك لأنك فهذه مرة أخرى فكر فهي فكر في طريقة تأهيل المعلمين في تدريب المعلمين أنا كنت في الولايات المتحدة قبل ثلاثة أسابيع بحضر منتدى اسمه منتدى الـ GSV لالابتكارات في تقنيات التعليم فعلا أنا خفت وانا هناك خفت من الابتكارات الحديثة اليوم بيتكلموا عن التعليم من خلال المتافيرس يعني الطالب لن يكون في المدرسة سيلبس نظارة ستدخله إلى عالم آخر وسيذهب إلى المدرسة وهذا شيء يعني تركني أفكر في الفجوة اللي موجودة عندنا لكن يجب أن يعني نتسارع مع التقنية وفي نفس الوقت نضمن هذا المفهوم في المنهجية العامة للتعليم شكرا جزيلا نحن ناخذ طبع ناخذ السؤال بعد أن نرد السلام عليكم ورحمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دكتور أسامة الأحدب شكرا لجائزة ملك فيصل التي أتيحت لنا هذا اللقاء الطيب وأشكركم على ما قدمتم بالنقاش قيم حول الكتاب سؤالي للدكتور سعد أسأل عن كيفية اكتشاف الموهوبين وما هي السمات التي يتم بموجبها الاهتمام بالموهوب وشكرا الحقيقة السؤال في مكانه الآن خصوصا أنه جزئية الموهوبين لم تأخذ دورا في الكتاب يعني قد يكون هذا الجزء المستقبلي في المستقبل الاكتشاف الموهوبين هناك الحقيقة أدت نظريات في قضية من الموهوب من غير الموهوب أشهر شيء في التميز هي مقياس IQ مقياس IQ بدأ بداية القرن العشرين وكان في البداية ليست مقصود فيه قياس مستوى الذكاء أو مستوى الموهبة وما إلى ذلك لكن له أربع عناصر وليس عنصر واحد بينما قد يكون الموهوب موهوب في أنصر واحد فقط وليس بالضرورة في الأربع عناصر الأربع عناصر هي أنصر الكلمات أنصر الأرقام أنصر التصور الفراغي وأنصر التفكير المنطقي هذه عناصر الأربعة للـ IQ في أمريكا المدارس تخرص على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم لكن لا تأخذ هذا المقياس فعين الأتباع تأخذ مقاييس أخرى تأخذ مستوى التفوق في مقرر مقرر من المقررات الدراسية تأخذ مستوى التفوق في سرعة الإنجاز في سرعة التفكير في الليدرشيب حتى لها جانب من الجوانب هناك أجدًا جوانب الابتكار الاجتماعي أو التميز في إعطاء حلول وبالتالي مثلاً الليدرشيب جزء من الابتكار أو القدرة على الابتكار الاجتماعي لأنه في هذا المجال فهناك الحقيقة نظريات أخرى أشهر يعني أو قد يكون أكثر نظرية تستوعب الناس هي الناتجة عن الكن نسيت اسمه الثاني ألا الآن بذكره ألف كتاب اسمه The Element The Element يقول أن كل إنسان فيه جانب يتفوق فيه على الآخرين وإن لم يكتشف هذا الجانب فسيكون فيه لن يعيش الحياة اللي ممكن يعيشها لو اكتشف هذا الجانب كل إنسان له تميز معين فلو أخذنا هذا الموضوع في إطار التعليم سيعطينا قفزة كبيرة في المستقبل فإذن ليس هناك اتفاق على قضية من الموهوب من غير الموهوب وما إلى ذلك إنما هناك اجتهادات اجتهادات في الـ IQ الموهبة لها مقياس أيضا يأخذ من أدة عناصر نأخذ الجانب الثاني من سؤالك اللي هو الرعاية كيف نرعاه فهناك برامج للإثراء تحدث عنها الدكتور قبل قليل برامج الإثراء اللي هي أعطاء المزيد عن ما يأخذه في المدرسة بصورة عامة إما في الصيف أو في أوقات معينة أو إضافات وما إلى ذلك هناك برامج تسريع بدل ما يجلس 11 عاما في الجامعة أيضا يأخذ مجال أوسع وهناك أيضا البيئة العامة التي تشجع على الابتكار والمسابقات التي تأتي وفعلا أنا أجاني خبل قليل الرسالة التي أجت يمكن للدكتور حمد التي هي أنه هناك الآن فعلا تقييم للمشاركين وبينهم مشاركين من المملكة فلعلي أجبت على سؤالك إذا في شيء آخر نأخذ السؤال الأخير صبر شكرا لجائزة الملك فيصل وشكرا لجائزة الملك فيصل على هذه الندوة الكريمة هنا موضوع وأسأل عنه المحاضرون والمشاركون في الندوة إضافة لمؤلفي الكتاب هناك جرح نازف في خاصرة الأمة قضية هجرة العقول العربية فهل الكتاب تناول هذا الموضوع ومعروف أن الهجرة الهجرة العقول العربية تحت عاملين العامل الأول الواقع السياسي الذي يعيشه المواطن العربي في بلده والأمر الثاني طمعه في أنه سيجد في البلد التي سيهاجر إليها الإمكانيات العلمية بحيث أن يرتقي بما خصه الله فيه من مواهب ويحضرني في هذا المجال أن شاباً إراقياً منذ عشر سنوات وعمره سبعة عشر عاماً هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع وهو ابن سبعة عشر عاماً أن يفك رموز الخوارزمي وعطوه في أمريكا لم يبلغ الـ 25 سنة إلا كان ومؤهلاً أن حصل على الدكتورة علوم الرياضيات المتقدمة وسموه أينشتاين الصغير فأين هجرة العقول العربية هذا الجرح النازف في كتاب العرب اليوم شكراً شكراً لكم شكراً جزيلاً أعتقد سؤال مهم والكتاب أشار إلى موضوع وعظف عن نفسي الدكتور عبدالكريم إبراهيم السمك النعيم شكراً لكم شكراً جزيلاً طبعاً الكتاب تكلم عن قضية هجرة العقول العربية والاستفادة من هذه أحد الفرص المتاحة للمستقبل ولكن قبل ما أوجه الحديث لدكتور معين على أساس يعني سوي ممكن الدكتور معها إذا كان عندك أي تعليق على كلام الدكتور أعتقد أنه أفضل أفضل شيء هو التشجيع لأنه أنا ملاحظة أنه صحيح كلامك كثير من الأشخاص المتميزين يبغوا يسو أبحاث يبغوا يسو مثلاً أنشاطات علمية لكن الإمكانيات تكون موجودة أو ما يلقوا الدعم فأعتقد التشجيع والموارد لازم نوفرها لهم عشان ما نخفر شكراً جزيلاً أعطي تحدي لدكتور معين هل تقدر تسوي ملخص خلال دقيقتين إن شاء الله إن شاء الله ضروري فيما يتعلق بالنشر العلمي بطبيعة الحالة النشر العلمي كمياً لم يعد مؤشراً كافياً للتنمية أو للتطوير والابتكار الانتقال إلى النشر النوعي يتطلب بدايةً تعديلاً في أنظمة الترقية والترفيع في الجامعات لأن الجامعات لم تعتمد الأثر للنشر العلمي والابتكار في معاييرها أتكلم عن أغلب الجامعات يمكن بعض الجامعات شكلت استثناء على الموضوع الثقافة العلمية في الثقافة العلمية تتطلب إعلاميين وإعلاميون متخصصون بالإعلام وهذه عملة نادرة لا يعني هناك تقصير كبير بالإعلام العربي هناك الإعلاميون الذين يعملون في القطاع الفني وفي القطاع وفي الغناء وفي الموسيقى على أهميتها ولكن ليس هناك من ما ندر من إعلاميين متخصصين بالمحاور العلمية وليس علميين بكل قطاعات العلوم وجود الإعلاميين العلميين ضروري لزيادة ثقة العامة بالعلم أعتقد بأن الكوفيد 19 أعطتنا فرصة ذهبية للعلم والعلميين خلال سنة على الأقل كان الناس تحت وطأة الجائحة وكانوا يتطلعون لم يكنوا يتطلعون للصحرة ولا لقطاع الطرق كانوا يتطلعون لما سوف ينتجه العلم من لقاح ومن دواء لمعالجة هذه الجائحة وهذا كان موقف العالم بأكمله كانوا يتطلعون لأول مرة ماذا سوف يقدم لنا العلم والحقيقة أن ليس غير العلم الذي قدم حلا لهذه الجائحة فهذه فرصة ذهبية لإثبات بأن العلم له القدرة والعلميين لهم القدرة على الإنجازات النقطة التي تتعلق بالتكامل والتعاون العربي الحقيقة لا يمكن أن نحقق تكاملا عربيا إلا بين شركاء يتساوون في القدرة يعني لا يمكن خليني يكون صريح معكم أن يكون هناك تعاون تعاون بناء بين السعودية وموريطانيا بين السعودية وموريطانيا ممكن أن يكون هناك دعم من السعودية لموريطانيا ولكن التعاون بين السعودية ومصر ممكن التعاون بين لبنان والأردن ممكن لأننا نتكلم عن كتل علمية كتل علمية ومجتمع علمي يتساون في القدرات وممكن أن يحققوا أن يشكلوا كتلا حرجة تحقق اختراقات أساسية هذه نقطة ضرورية أن تأخذ حتى لا نضيع في الحديث السياسي على التعاون العربي العام ونحن 21 دولة عربية ممكن أن نكون أن نشكل أثرا لا الدول التي لديها إمكانيات لتحقق نقلة نوعية في العلوم والتكنولوجيا والتطيور والابتكار لا تزيد عن ست أو سبع دول لا تزيد عن ست أو سبع دول وأنا مستعد أن أذكرها ولكن تعرفونها بطبيعة الحال التمويل مهما بلغ التمويل ومهما زاد طالما أن التمويل يتم من القطاع العام ها الجدوى منه محدودة التمويل المفيد ولأنها تجربة الاتحاد الأوروبي وتجربة الدول الأمريكية والأسيوية التمويل يصبح مجديا عندما إذا تجاوز حصة القطاع الخاص من تمويل البحوث والاتبيكار تتجاوز الخمسين في المئة وغير ذلك وغير ذلك نحن نعتمد على تمويل يعادل الرواتب التي نتقاضاها الهجرة العربية الهجرة العلماء هجرة العلماء العرب هجرة العلماء العرب ليست سلبية بالمطلق لديها نواحي إيجابية والعلماء العرب عندما استدعتهم أوطانهم وطلبت منهم مساهمان لم يتأخروا حتى العلماء العرب الذين ينتمون إلى الدول الفقيرة والدول التي تعاني حروبا ونيارات كانوا دائما في خدمة دولهم وفي زمن الانترنت وزمن الديجيتال وزمن الفيزيو كونفرنس العلماء العرب في الخارج كانت لهم مساهمات خلال الكوفيد في الخارج أكثر من العلماء العرب الموجودين في أوطاننا لم يتوانوا يوما عن ذلك ولكن التحدي ليس هنا التحدي هو ما عاشته الدول الأسيوية وهذا ما يذكره الكتاب الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية هي بعكس الهجرة لعكس الهجرة لعودة علمائنا الموجودين في الخارج هنا يجب إيجاد البيئات الملائمة لذلك النقطة التي تتعلق السؤال الذي طرحه أخي وزميلي الدكتور محمد مرياتي الدكتور محمد مرياتي الدكتور فهد له المساهمة الرئيسية فيما يتعلق بموضوع اللغة العربية الذي تفضلت به في كتابنا السابق حول الابتكار أو الاندثار وهو الذي يعني استفزنا لهذا الفصل وكان هذا الفصل الأثر الكبير والمهم ماذا يمكن أن نكتب في الخلاص الحقيقة أنه الكتاب بنهايته الفصل الأخير هو المأزق العربي المأزق العربي يعني ليس الحديث فقط عن السلبيات وعن المشاكل وتراكم الأزمات يعني نحن نعاني بالعلامة العربي من تراكم للأزمات هناك عدد كبير من الأزمات التي لم تجد لها حلا حتى الآن ولكن تتراكم وكل يوم يعني لدينا شعور بأن أزماتنا لن تنتهي وأن كل يوم يتولد أزمات أخرى ولكن ماذا يمكن أن يكون الكتاب القادم إذا تسمح أعتقد بأن موضوع التربية في مراحلها الأولى كما ذكرت الدكتورة مونيرة هو موضوع أساسي المتكر يبدأ إعداده من العام الخامس من العام الخامس وهذا ما تقوم به الدول الأوروبية الدول الأوروبية وخاصة الدول السكندينافية التربية الأساس الطالب التربية ثم على مستوى الجامعي التعليم للمهنة التعليم للمهنة عندما يتخرج بالإجازة أن يكون صالحا لممارسة المهنة التعليم للمهنة training for profession training for skill نحن we need skill more than degree هذه المشكلة الأساسية الآن نعطي شهادات ولكن نريد إعطاء skill الموضوع الذي يعني لم يتم تناوله بالشكل الكامل بالكتاب ولكن أعتقد بأنه مهم هو science value اليوم نتكلم عن science value آخر كلمة آخر كلمة science value هي قيمة العلوم وأثر العلوم في المجتمع وهي المحرك الأساسي للتنمية شكرا لكم وشكرا لملاحظاتكم شكرا لكم جميعا على مشاركتكم على إثراء النقاش السلام عليكم شكرا جزيلا لسعادة الدكتور فهد الشريهي على إدارة الندوة والتقدير للسيدات والسادة المشاركين في الندوة على هذه الأطروحات الثرية ولكم جميعا أيها السيدات والسادة على مداخلاتكم وتشريفكم لنا بالحضور نلتقي وإياكم في ندوات ثقافية وعلمية مستقبلية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة